اشتركوا في القناة 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 نفسي اللي لقناهن معي اللي نفزوا الهجوم الارهابي عالاغلب من هون المصدر معناتها لازم يفيق لايحكي ولك يلا فيق لاشوف قالوا افتاح عيونك عاشتك نوم لك حقير عم تعزع بحالك عالفاضي يهدى بععد شوي اخي داوها بالتي هي داو اصحك تصرك عم تفهم؟ ما فهمت انتو مين؟ من وزارة الكهربا سمعنا انه عندكم عطل ونقطعك الكهربا كيف يعني؟ ولك بضربك مرة تانية كم واحد في جوا مع القليلة عشرين الكل مسلحين؟ طبعا مسلحين طلعوا عم يبتسم كمان على فكرة ديرمان رح يحاسبكن على هذا الشي ايه ماشي حاسبنا عنوانا ما بيضيع انتو عساك الاتراك ما هيك؟ صح النوم بس بعتقد لازم ترجع اتنا شوفوا حاسس انو عندي قوة خارقة ايه خزيت العين رح خبر الضابط اردام مسكنها الرجال واخدنا المعلومات منه ما في جوا غير خمس مسلحين سيدي مو انتو خبرتونا انو عشرين مسلح؟ مظبوط بس بالنسبة اللي قالي هنن ما بيطلعوا غير خمسة وفيني خلص عليهم لحالي؟ لكن ليش خلتونا نجي؟ اشتقنالكن وحبين نشوفكم تركوهن اليه خلص عليهم لحالي تمام اذا خلصتو فينا نبلش بالمداهمة؟ سمعوني أتاشر مجاهد ان تلفوا من وانا الام تعالي ما فهم؟ صياد على المدخل ما رح تخلي ولا واحد منه اني هرب ما فهم؟ لا تقلق سيدي انا وقنجة حبيبتي من حلة انت عن جد ممقول ياريت بتهتم فيني وبتدللني مثل البارودة تبعك شو هاد؟ ع اساس ما بتغار؟ مرت اخي اللابوي شو الله صح موضوع غيري بين العشاء طيب يلا خلونا نفز المهمة بهدوء هلأ نحنا بدنا نجيب رجال اسمه مفيد؟ يعني كل يلي سوادر مان بس مشان يخطف هذا الرجال؟ ما بنعرف لصالح مين عم يشتغل نحنا عرفنا انه عم يشتغل لصالح استخبارات دولة تانية والمقار تبعهم بشركة تأمين واهمية وهنن عم يشتغلوا على اسلاح بيولوجي خطير كتير معناتها ديرمان بده هاد الاسلاح يعني هنن بحاجة لهالاسلاح لينجحوا بالخطة يلي اسمه ميدوسا شو هالعديم الاصل يلي اسمه مفيد؟ على اساس انه عالم ليش ما بيروحوا بيدور على علاج للسرطان؟ شو بده بالاسلحة البيولوجية حسبنا الله ونعم الوكيل؟ جولاق حكى لابي عن هي الشركة وعلى اساس اليوم يروحوا لهنيك ان شاء الله ما يكون نتعرض لمسيبة رح نروح على شركة تأمين وديرمان متوجه لهنيك يعني ممكن نتواجه مع الواطي ديرمان ونلتقي بالشركة؟ صحيح في هاي الطريقة منشوف وشه ومنتعرف ع بعض ممتاز سيدي رح يبعطولنا دعم شيء؟ لا يا قتاش ما عنا كتير وقت وسيدي قال لا تستنى ممكن يهرب ديرمان اساسا نحنا من كفي وزيادة نحنا فريق ما في مثله بالدنيا مظبوط مرت أخي؟ قال مرت أخي قال انت ليش ما عم تفهم علي أبدا؟ لك أنا بدل الاسم في عندي اسمين إيلول وإيلام بس انت ليش مصرت ناديلي مرت أخي؟ لأنه هيك عادتنا وبعدين بدل ما ناديلك إيلول أو إيلام مرت أخي أحلى مو هي الحقيقة؟ انت رح تصيري مرت أخي طلعي مرت أخي بهار مرت أخي سوء لازم تتعودي بقى مظبوط سيدي؟ مظبوط برافو مجاهد حلال عليك شبك ليش انت زعلت كمان؟ صحيح، أنا من يومين التقيت بي بهار بالصدفة كانت طلع من عند مكتب النائب العام مزعوجة كتير شو الموضوع سيدي؟ بهار عرفت إنه أنا اللي قتلت أبوها وهلّا هي طالبة طلاق شو هاد يلي عم تقوله سيدي؟ وشلون عرفت؟ مو هي هي المشكلة، المهم عرفت وهلّا بدها تطلب سيدي، لا تؤخذني بس، شلون يعني بدها تطلب؟ أبوها كان إرهابي وعم يدعم الإرهابيين، كان لازم يموت مظبوط يا اللي عم تقوله مجاهد بس، شو كان بدك ياها تعانق زوجها وتقله برافو لأنك قتلت لي أبي؟ طبعا، لأنه بيستاهل إنه يموت تعرفي كم مظلوم قتل بسببه؟ هي مو مزعوجة لهذا السبب يا مجاهد، ناهرت لأنه بكيت كتير مشانه، وبكيت على كتفي وأنا ما قلت إلا الحقيقة ما عم تتقبل هالشي مجبورة تتقبل، لأنه ما كان فيك إلا الحقيقة، وهي عمليات سرية ما بتنحكها وبهار مانة غبية، هي فهمان الوضع، بس أنتوا كمان لازم تتفهموها وتقدروا موقفها أنا ما بفهم، يمكن هالشي صعب عليها، بس الضابط يا فوز معه حق مية بالمية، يعني ما كان لازم يقوصوا لأبوها، ها؟ تخيلوا لو إنه قوصوا لسيدي أوف، أنا شو عم قول وأنت شو عم تقول مجاهد؟ يا مجنون، خلاص سكروا على الموضوع، صار اللي صار لحظة في شيء أنتوا ما عم تفهموه، بهار زالت على وفاة أبوها، الرجال يلي كانت تحبوه على أنه أبوها تبين أنه حقيره أكبر دعم للإرهابيين وطول هاي الفترة هي يا حرام عم تعاني ضد عميله الوسخة، وفوق هيك الرجال يلي بتحبوه خبى عنا الحقيقة لأنه ما بيقدر يخبرها إيلام، وانت بتعرفي هالشي منيح، انت بتقولي لي شيء عن مهمتك؟ لا ما بقول ايه؟ نفس الشيء ايه تماماً خلاص بكفي، ما عد بدي اسمع أي شيء بخصوص هذا الموضوع، لصة بيني وبين بهار، داعات تفتحوا هالموضوع مرة تانية مفهوم؟ من بين أي حدا، المكان هادي شو الخطة سيدي؟ حنستكشف المكان اشتركوا في القناة موسيقى إيلام، لا تواخزيني أختي، أنا تماديت شوي وانا كمان عصبت وانفعلت زيادة، رجاء لا تواخزني بسيطة بعدين شو هاي إيلام، ما حبيتها منطع الصحيح منك انتي فضيع يا مرتخي انا بحياتي ما شفت مجانين متلكون امشوا امشوا هلأ خلونا نبلش برحلة صيد الكلب ديرمان مرتكب مجزر الواطي ممكن يكون هون شو هش شركة التأمين هاي كله ياتهم مسلحين في طبيعي عساكر مجهورين هون مو شركة تأمين وكأنه حط الجسس هيك عن أصد يعترى هذا المجنون بده يترك أثر ولا شو أصدر بتارك وراك لها الجسس وكأنه تشوف بصدر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدي شايل كل كاميرات المراقبة فجر غرفة المراقبة ما ترك وراه ولا اي اثر كأنه عمل لاحق شيطان هو كان هون بس اختفى تماما بس لو انه ما اتخرنا تمام يلا خلونا الروح سرعة اتحركوا اشتركوا في القناة كيفا نازلي سيدي انا رايح لعندها اذا بدك تعال معي هي بروحوا بتطمن عليها ايو نحنا شو بدنا نساوي انا حفلت شاوي بدي يدور على بيت بها الوقت اخبرت الرجال عم استناني واسه بدي تشوفه مو بكير شوي شو بدنا نساوي بنتزوجوا منعيش طيب لو تساوي عرس بالقوة شايف حالتنا يا دو بقدرنا نخطو هلا خلينا نروح ونشوف البيت ما بنعرف اذا بيزبط ايه يلا انشو لك انتو روحوا انا راح ضلهم طاهر تعال انا بدي ضل مع سيدي حافز خير ان شاء الله حابب احكي معك شوي ايه يلا لا استنوا شو مشان سيد طاهر لسه ما حطينا له لقب مو هو بيتصرف وبيحكي مثل الاباضايات انا حبيته ايه ممتاز الاباضاي كوماندو لقبوا الكوماندو الكوماندو بلا جاد مو وقته منتفق بعدين يلا يلا يا غير البيت حلو مو هيك وهات حمام خاص للأبوين طلعي حمام أبوين شو للأبوين شبك شو يعني حمام خاص فيون بغفة النوم شو رأيك في حمام بغرفة النوم عن جد حلو كتير وغرفة النوم واسعة وشرحة فضل الله بالضيعة ما كان في عنا تواليد بالبيت يعني معقولة يسوي تواليد ما حل ما بدنا ننام مو تجنانك مجاهد هيك متعودين بالضيعة لازم التواليد يكون برات البيت في برندة شي في برندة أخي ايه طبعا في برندة برندة كبيرة وإلى أطلالة حلوة ايه في برندة حبي طلعي هات باب البرندة يا أخي قديش بدك تحسب لنا أجارها البيت أنا رح أحسب لكم الإجراء بـ 2500 شهر واحد لأداء وثلاثة شهور مشان التأمين يعني لازمك شي عشرة ألاف شو أخي شو هالحكي هاد هلا أنت رح تأجرنا شقة بكارابايير ولا فيلة أصر ما فهمت عليك شو مو عايشين بهالدنيا يا أخي كارابايير عم تتطور بسرعة والعقارات نطة تكتير شو هالحكي هاد قديش الإجراء بـ 2500 يا روحي هو هسار منطقي بصراحة بس ممكن ينزل شوي من الإجراء طالما أنتوا عساكر بعملكون سكرة رح أحسب لكم إجرة البيت بـ 2450 بس شو هاد يلي ساويتو يا أخي انت كتير نزلت من الإجرة كأنك عتت نياب بلاش يلا نروح من هون يا أخي وتطلعوا ولسا عم يقول 2450 عفوا انتوا شو دخلكون أنا عجبني عجب البيت حعجتك جنان فضل الله من وين بدك تدبر إجرة البيت كل شهر رطبك ما رح يكفي وضيفوهم فواتير الكهرباء والمي يا روحي هالبيت غالي ايه تمام ساوي يلي بدك يا فضل الله بس أنا حبيت هالبيت لا تقلقي مندور عبيت حسب مصارينا ماشي لا تواخذيني انت بالأساس ما بتهتم فيني منه حتى البيت يلي عجبني ما رح تحب يلا باي ليش سكرت ببوشي البنت انت ما أناك سامح الحكي السخيف وانت تهنى ببيتك ما بصير هيك لازم تهدى شوي يعني لازم اقس عليها ايه طبعا شي اكيد ولا تعود على الرفاهية خليها تعيش ببساطة مجاهد ممكن تسكت احتفظ بنصايحك معلم لك ممكن تجيب لي صندويشة تانية بلا مخلل بس تكتر لي المايونيز مع رشة فلفل كمان ايه وزبطها على كيفك ايه تكرم فورا فضل الله بسمعني مني حط حالك مكانة تمام وحاول تفكر مثلا هاي بنت عندها متطلبات يعني بدي بيت احلى وبدي بيتها يكون كامل وما ينقصوا اي شي اكيد رح تطلب كتير بس انت بتعرف ظروفي اللي شبه ظروفك بلا ها شو قاعد بلا شغل الجيش التركي كله بيضحرك مثل الاسد ما عم تاخد ركبة انت ما في مثني انا ما عم اشتكي عم ادفع من جيبتي لما البس هالبدلة طيب ماشي بس في شي اسمه منطق وما فيك تعمل المستحيل ايه اكيد بس معقول ما في طريقة اسعد فيها هالبنت شو ممكن اعمل فيك تسعدة هالشغلة مانا صعبة انا متأكد من هالشي لازم تلاقي الطريقة المناسبة لترضيها ايوه ايوه شو اللي عم تقولوا انت يقعد يراضي فيها شو العب بهالشي يعني ها شو فيها فهمني شو العب بكلامي اذا حاول انه يراضي مرته لا تتطلعوا فيني انا ما بفهم كتير بها الامور اسمع كلامه لفتحي هو قادرة مني طيب ماشي شو هاد اكلت نص الصندويشة بلقمة واحدة لك عادي بالعادي بأكلها كلها بلقمة واحدة بس هلو احترمت الموجودين شواء بتعرف يمكن انا ظلمت معي خلاص مللتني بها السيرة خلونا نغير الموضوع والله وجعتلي راسي طيب معك ها فتح لك شي موضوع خلينا نحكي فيه لك ها شو بدك تخبرنا عندي موضوع شاية رح احكي عن العمليات تخيلوا يجينا هلأ شي نداء عن عملية جديدة وانه فيه عناصر ارهابية وتجي هالطيارة وقوامر بالتحرك ونبلش اشتباكات ومعارك عن جد ما نحنا على طول عنا اشتباكات وتحركات بالطيارة بقى شو اللي جيد بالموضوع فهمني لا اخي مجاهد قلبه تلوع شوي وشكله عم يسترجع ذكرياته قلبي متلوع لأسمع كلمة عملية هلأ نحنا شو قاعدين عم نعمل هون والله لازم نتحرك ونطلع عالجبال نحنا لازم نتحرك ونقاتل لازم نطلع ونشتبك مع الارهابيين لسه قاعدين وعم نحكي عن البنت والزواج وكلام فاضي شو هالحكي هاد نحنا لازم نطلع عالجبل ايه اكيد لازم ما نتحرك من الجبل ابدا وليش لا نشوف رفقاتنا او تعرف شو كمان ليش لا ننام يعني لازم نقضي كل حياتنا بالجبل ما هي طبعا ولازم ما نتزوج ولا نجيب أولاد مو هي ايه وليش لا حلو نقضي حياتنا هي من جبل لجبل ومن اشتباك لاشتباك ومن معركة لمعركة والله ما في أحلى من هيك عيشة معلم الحساب من فضلك الله يعين لازم ناخده عرمي بلكي بفيش غلقه بكام رصاصة وبريحلنا راسنا بقى كام رصاصة بس والله هاد بده مخازن لطخلق ذكرياته صدق وبكتب ذكرياتي بالرصاص حلو هيك ما بمل من الكتابة تمام فكرة والله شو اتصل فيها ها قديش الحساب ما بتفيدوني بشي أبدا نحنا منفيدك على طول بس انت ما بتهديك يا حضرات بلدنا عم يتعرض لخطر كبير لهيك عنا مهمة وهالمهمة أكبر من كل شي عملناه بالماضي وهالشي رح يأثر على مستقبل البلد كله كل الإرهابيين مع قاداتهم من شان يقدروا انه يوقفونا عم يفكروا يستعملوا كل الطرق الممكنة وهن هالمرة ناوين يستعملوا الاسلاح الكيماوي انفكرين انه رح يخوفونا اذا عملوا هالشي بس متل ما منعمل بالعادي رح انفرجيهم انه ما منخاف من حدا ولو شو ما عملو مظبوط مظبوط سيدي نحنا عرفنا مكان الاسلاح الكيماوي اللي بده يا ديرمان قبل ما يستولوا عليه نحن لازم ناخدوه الله يوفاكن ويحميكن شكرا خدوا معكم الاقنعة والكفوف والي بتقطع الاسلاك ما منعرف شو بصير معنا هوني بتعرف شو اللي مكتوب هون هادي انجليزي فرجيه للقاعد سيدي شو هو المكتوب هون جدد الشيفرة طبعا آه تمام لغتك الانجليزية ميحة سيدي بالكلية ما بيعلموك الركض واستعمال الاسلاحه بس بيعلموك اللغة والتهديدات الدولية الاشتباكات الاقليمية وكل شي بتحتاجه ممتاز كتير سيدي بس سيدي نحن معرفنا شو بدنا نناديلو لطاه ما في شي بالغصر من وين انت؟ من ازميت سيدي شو بتشتهر ازميت؟ البشمانية لا مو حلو هالاسم لكان من نناديلو بشمان ازميت بتذكرني بفريق كوجالي دوبرو فيسكي نادولو بها الاسم ها؟ طويل بعدين بيصير دوبرا كهان دوبرا بس بشمان حلو طاهر بشمان لا تخليه يكون هيك سيدي بعدين بيفهمو غلط المرة الجاية من اتفقه من لائيلو اسم يلا جازوا حالهم مو معقول نروح قبل ما نلاقي له اسم لها الشاب الحلو هههههههههههههه ترجمة نانسي قنقر مو صلوب ه dedicated في كتير مدنيين زيدي مطلع بتجاه μαرية حستقي ترجمة نانسي قهو وشي عم يصير يعني في واحد قدرهم يفك الشيفاء استعدوا للاشتباك زيدي بل كي لقوا قبل نوفجروا مراح نسمح بهالشي مشان المدنيين بدي تلبسوا الأقنعة وتكونوا جاهزين كلكم صياد خليك معي والباقي يخليكن مع بعض وانتبهوا منيح موسيقى انا فرمى ويلا رح نحرر موسيقى 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 لقد اجوا مالي ظهريت التعالي من هنا عدائها ترعطا يالله يالله اغرب البحر اغرب سليم عم يهرب ونحن لحينا اه تمام هليكون وراه اغرب الحظ شو صار تعطلت السيارة ما بعرف ليش لك علا وقت هذا من حظ لها الكل كشان لي انفجر الاسلاح رجالنا عليك هاي مصيبة انفجر الاسلاح يلا خلينا نحي رفقاتنا لحظة كشان لي وقف خلينا نلبس الأقنعة تبعنا أحسن لك ما في معنا وقت رفقاتنا رح يموت وامشي كشان لي لا تتصرف مثل المجانين هاد اسلاح كيماوي وراح نموت إذا فتنا لهنيك بلا قناع فهم علي يا مجلون ما بيهمني إذا كان كيماوي ولا غيره فينا نحي بس نفسنا رفقاتنا عم يموت شو حلق كشان لي البس قناعك يا ربي دخيلك شو هي اللي صار سيدنا ما فينا نضل أكثر من هيك وان لم نموت لأنه تأثيره كبير منتشر بكل مضيعة هلونا نحاول ننقذ الناس يلا حاضر سيدي محمد بوربا سيشواي ادنا فاس ادنا فاس يلا بوربا سيشواي ترجمة نانسي قنقر فهموني شو اللي صار انتروا يفجروا سلاح الكيماوي وعم نحاول ننقذ الناس هون بس البقية كلهم ماتوا وانتو فيكن شي حدا منكن صار له شي نحنا بخير كنا لابسين للأقنعة كل الناس ماتت ماضل حدا يا الله معقولك كل ضيعة تموت ساعدنا يلي فينا نساعدهم بس أغلبيت الناس ماتوا لازم ننقلهم عن مشروع مو معقول هالحاكي لازم نساعدهم نحنا اجينا مشان نفقزهم مستحينا نخلي كل الناس تموت لازم نعمل شي شغلة يا الله اهدى شوي مجاهد ما فينا نخليهم يموتوا بهالبساطة يلا نسعفونا عالمستشفى خلاص مشاهد اهدى منصور منصور تصرفوا لقيلنا شي حال انتشاطر بهالقصص يلا خلونا نسعفونا عالمستشفى بسرعة بطلع بطلع سمعني شوي انت خبير بالسلاحة الكيماوي حاول تعمل شي فاطلع اهدى مشاهد سوتي شد اهدى ميزع ما فينا صباح مجاحات لحي فقط من هالشي أنا رح أعقبهم على هالشي اللي يعملون ما رح أرحم أي حدا منهم أبدا كمواحد رح يعيش منهم إن شاء الله كل ياتهم بيعيشوا بس أهم شي هلأ نعرف نوع المادي اللي فجروها سيدي إذا فيها شجرسومة خطيرة بيصير صعب إنه يعيشوا بالماضي كان في كتير أسلحة من هذا النوع الله لا يسامح هالكلاب طويل بقى لك لا تصب نجاهد هالكلاب قتلوا كل اللي على شو عم تكبس به هالتليفو بعطتلي حبيبتي صور بيوت جديدة هالمرة في بيوت رخيصة ما استأجروا بسببك هلأ صار الحق عليه لأ أخي أساسا البيت كان غالي كتير مو بسببه سمعت إذا لزمه مصاري مستعد بيع له كم دينه من الأرض وإذا بده بشتري له بيت كمان لأنه بيستهي شو كم مرة صرت بايع لها الأرض شفتلي يا غار طبعا تزوج لأشتري لك كمان لك ليش بستغرد زواج شو أنا ما بعرف شي غير عن الاشتباكات ما بيهمني الزواج خير أخي ما عم تفكر بالزواج يعني وشو رح يصير إذا فكرت فيه الزواج من إيلام شي مستحيل هي ما بدها الله الله وعرضت عليها الزواج لا شو لك كيف عرفت هالشي لا تحكم على هالشي هيك كلنا منعرف إيلام عم نحكي على بنت بتاع شق الجيش والمعارك لك هالبنت عندها البدلة المموهة أهم من فستان عرسة لا لا تصدق فتحي أكيد الحكي مو صحيح ما في بنت ما بتحب تلبس فستان عرسة الأبيض وتسمع غنية زفوا العروسة زفوها وعلى الوريد مشوها زفوا العروسة زفوها هي ما بتحب هاد حلم كل بنت من لما تولد بتحلم بيوم عرسة الله الله كلام مجاهد صحيح ايه طبعا انت لازم تغازلها وتهتم فيها لا تتراخها لا تتركها على كيفها عمالي اللي براسها روح سحبها وخدها بالغصب على دائرة الزواج واكتوب كتابك عليها وأكيد راح أتوافق متأكد طبعا وانا راح أكون شاهد ع الزواج وأسما أقول لها تكون جاهزة الصبي مجاهد، والبنت مجاهدة لا أتأو لا فيكن تتفاهموا على كل شي بينكم مو مش كلا ما يعني مو غلط أبدا يكون في مجاهدات صغير معنا هون هاهاهاهههههههه Sams Sara بكافي يا عب سيدي فتحي طلب إيد إيلام للزواج آه عن جيد مو وقت هل حكي هلأ بس ما قبل تتزوجه لهيك فتحي مو مرتاح أبدا سيدي بجزئت لك أول واحد أنا متأكد أنه النسوان ما بتأثر على رجال ما أبدا آه فوف شو صار لك يا عاشي ما صار لي شي سيدي أنا حابب ننظغري نيح بس ليش رفضت إيلام هاش تحكم الأصى لأني مرأي لكم بتحبوا أغني لكم شي سيدي؟ منصور إذا بتحكي كلمة تاني رح شلك حنجرتك حاضر سيدي بس أنت لا عصي في حدا جاي على الطريق راكب على موتور سيدي أنا شايفه استنوا بيّن زلمي عادي سيدي لك شو هادي اللي عم تعمله؟ من وين هالصوت؟ مين فيه هون؟ هاي الأرض عم تحكي معك لعمة بروح من هون بسرعة ما أقول هالشي اللي عم بسمعه بسم الله الرحمن الرحيم هالزلمي مبين عليه مجنود الله يكون بالأون لا شاك عملت بالزلمي رح تموته يا سيدي هلأ نحنا تخبينا منيح بس أنا في عندي سؤال شو بدنا نعمل بالفوت يا الحمى؟ ما في داعي أنه تفوت طيب وإذا نعسنا؟ كمان ما في داعي تناس وإذا جعنا؟ ما رح نجوع كنت مفكر معي غير واحد بس طلعتوا كلكم أغرار سيدي إذا بدك خلي مجاهد يحكي شوي عنده قصة حب العالم كله بتحكي فيه إذا بتسمعه قلت مجاهد؟ كيف يعني؟ مظبوط سيدي مثل ما سمعت مجاهد بذاته هو صاحب القصة أتاش أنت الواحد ما في يحكي لك شي ها؟ لا ترد علي سيدي والله أنا عم اسمع حتى أنه صار يكتب شعر سيدي يعني هو أكتر واحد رومانسي فينا بيكتب شعر؟ شو لصة مجاهد أحكي لنا؟ تعرف أنك رح تندم على هالحكي ليلة وقتها شمو هيف؟ نقطع الاتصال ما سمعت مجاهد عيد شو قلت كأنه فات شوية مي باللاسلكة تبعي لا تخجل حكي لنا طيب هاي القصة صارت من الماضي سيدي نجرحت كثير بسببها وما بتتخيل قديش زعلت منيح خلصت منها سيدي هادي مجاهد يلي عم يحكي؟ ولا في حد عم يقلط صوته؟ ليش مو قاعد حدك؟ أنا مو شايفه يلا خلصنا أحكي شو بدي أحكي سيدي؟ هادا تأثير الحب وأنا تأثرت فيه كمان ومن هداك اليوم وقلبي مجروح لقلق اوه اينت صار هالشي؟ بالابتدائي اينت؟ بالابتدائي سيدي سكوت بقى مجاهد فيش شي سيدي بهاديك الايام كان الحب بري نحنا كنا بسيطين الحياة الي عاشناها كانت بريئة والحب الي عاشناها كان حلو كتير الله يرحم هديك الايام شو كانت حلوة لك شو هاد؟ بس هو كان رابطه منيح شو رأيكم سمعكم شي غنية؟ سيدي منصور هدف واضح إلي معلش أوصو؟ سيدي يا دره فتحي شو هي مشكلته معاك؟ ليش ما بيسمح لك تغني؟ هو بيغار مني لأنه صوتي أحلى من صوته بكتير ناسيان اللاسلكي مفتوح صار لازم نبلش يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Planet كلمات اشتركوا في القناة 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 احكي اترحي هاجموها احكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفتوا لوين وصلت معوها الوسيخ؟ ما قدر علينا نحن العايشين راح يهاجم الشهداء اللي تحت الارض شالله نلحقهم انا بعرف ليش عم يعملوا هيك ليش؟ لانا نهارت قوتهم بعد جولاق وبدون يحقوا اي انجاز اي شي هينو فيه جيش التركي على ارضه واذا حرقوا العلم التركي بارضه راح يرفعوا من معنوياتهم حافظ خبرت القوات بالمكان؟ حافظ ايه تفضل سيدي ما سمعتني شو عمقول؟ ايه طبعا خبرتهم سيدي اتاش حاول تسرع شوي حاضر سيدي بتؤمر حافظ لا حافظ حافظ سيدي حافظ 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 لك شعر ون حافظ 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 لا اطلع سيدي اطلع 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 اشتركوا في القناة 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 مجاهد حاش تبكي ما رح نبكي لتنتهي مهمتنا منبكي بعد ما ننتقم له لحافظ شد حيلك مفهوم مجاهد كان لازم أنخليهون يقتلوا رح نخليهون يندم ويدفعوا تمن عملتهم هاي ما رح نخلي ولا واحد منهم ايه اكيد بدنا نحرقهم كلهم رح يدفعوا التمن غالي كتير وحياتك تمام يلا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة علي حيدر مؤول شهيد عنها بس منتمنى يكون لأخينا آمين سيدي روحوا وارتحوا تقريبا صار لكم يومين ما نكون نايمين نحن مرح ننام سيدي مرح ننام حتى ناخد بطار علي حيدر سيدي شغلنا ما دخلوا بالطار بالعدالة هالمرة الموضوع غير سيدي ما اختلف كتير اعملوا مثل ما قالت لكم يلا أمرك سيدي مجاهد أكيد هلأ فرشوا علم تركية على تختيه هو بأمانتك تعطيه لابني أحمد لما يكبر كان طيب كتير وكان الكل يحبوه ما كان يتعصلها أبدا وبيقضي وقته عم يقرى قرآن ايه مظبوط وشغلات كتير كمان مثلا بحب المباريات عن جان ميسي استلم الطابة وعم يراوغ الدفاعات لا تكون أناني مرر الطابة مرر مرر يلا لاشوف مرر الطابة لأدام يلا يلا مرر مرر يلا سوارز مساك الطابة شعال الله مررلي الطابة اوه بيب بيقطع الطابة من ميسي ما فيك تسدد من هالمسافة هاي مررلي الطابة أحسن انتركني أنا أهجوم لا تخلي سد تمنعه مررلي لك داير باعلي وما بدي ضيع هاي الفرصة شو مرر لي خلص مجاهد لا تخاف أنا بحلى أنا شاطر كتير بالتسديدات البعيدة خلص مررلي مو معقول هلأ بتروح علينا هالفرصة الحلوة ابني خلص خليني أعرف ركز باللعب شوي مررلي يلا بسرعة حافظ لا تعملي حالك أفهم واحد باللعبة وليش مزعوج لأني ألعب منك يلا من شان الله مررلي الطابة شفت هاي الطابة هلأ صارت مع ميسي وميسي بيراوغ بيتعدم بيتعدم بسرعة فاول هاي في فاول الدفاعات بياخدوا الطابة من ميسي برابو عليك راوقا كلها الله عليك على هالمروغات هاي يا رونالدو شو هالاستعراض هات الكتلان عم يبكوا أكيد رح يكون هدف يلا يا أبن يلا انعو جول 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 برابو عليك يا أخي برابو عليك يا أخي برابو عليك شو اللي عم تعملو فتحي؟ شوف كبست هاي الدائرة وضحطت عليه بس ما قطعه شو اعمل يعني؟ لك هادا مانو حفز الاسرار؟ معقول فتحي؟ دول وواحد دين تلاتي دول 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 ذكرتوني؟ أنا كنت دائماً حب الحماس اللي فيه كنت حب إلعب معه من كتر ما بيتحمس بيلبكني لما قهجوا؟ تتذكروا أول نكتة حكاها؟ بذكر إنو اضحكنا كتير انتوك تتذكروا شي؟ أكيد ذكرتني فيها واحد انسرع مطايلو، راح وقدم ضبط للشرطة قالولو منلاقي لو كان تحت الأرض ههاهاهاهاها... هو وراجع عالبيت شاف أعمال عم يحفروا ههاها ههاهاهاها قال لهم بلد بتشد حيل قول شوي بركي لقيت اسوني لونه أبيض سيدي إن شاء الله تكون عجبتك النكتة لأنه قديمة شوي ما عجبتك؟ بالعكس حلوة كتير ما كنت بعرف إنك بتحكي نكت معك ها والله هيك مبين مبين عليك إنك جدي وما بتنكت أنا أول مرة بسمعه عجبتني وإنت ظريف الزلامة غير شي لما تعرفت على بهارو حكاتها كنت بس إدايا الجاء له لحتفت فضله وهو يهديني لش مين فينا اللي ما لجأ له لحافز؟ بدك تحكي لك شو صار؟ ايه حكي لي جهزت للربيع بس إجا الشتاء ايه هي هيك الأمور بتمشي يعني فيه ربيع بيجي بدون شته؟ لا تنخدع بالشجر ليابس أكيد رح يزحير بس قلبي ما عادي دق بيدق ما رح ياخد إذنك حتى لو كان ما بدك لأنه القلب هو الوحيد اللي ما فينا نسيطر عليه بالمرة لما يدق رح نحب هذا القلب وحكم القلب هو بيعمل شو ما بده بس أنا شو أنت بتمشي وراه بس لا تحاول تسيطر عليه أبدا ما بتقدر كلنا عبيد للقلب كلنا معهول ما فيني سيطر على قلبي ما رح تقدر أبدا ما فيك صدقني الله يرحمه راح وترك لنا شغلات حماية أنا بغرفتي عم يحاول يبين أنه متماسك بس عشوي كان رح يبكي تفاجأت ما أنا بنام هيك بالعادة والكل بيتفاجأوا ويلا ارمي سلاحك ارمي سلاحك ارمي سلاحك حطوا على الأرض شو عم يصير ليش ما طلع صوتنار شو القصة شو القصة وين رح تونتو وياه شو القصة ليكنا هون صار دورك شو القصة شو القصة اشتركوا في القناة اركعوا لا تعال هون اركع قوم انتو شاركتوا بقتل حافظ يلا احكي شو بدك اعمل فيكم اه شو اعمل فيك وعم يحاول يقاوم كمان عاملين حالكن ابطال ما عن اذنك سيدي خليني اقتلن لهالكلاب طويل بالك مجاهد جايع بالي اخنقك كيف بتجرقوا تقتلوا اخي حافظ رح تدفعوا تمنفع لتكن لك لك اللي انتو بشرشي انتو ما فيكن ضمير احكي احكي يلا خليني اقتلوا سيدي انا رايح احكي مع مركز العمليات احكيولا هاي البارودة ملك الدولة بتعرف شو يعني املاك الدولة وشو هو العلام وشو هو الشعب كيف رح تعرف هالشي انا ما رح اقتلك فيها لانه ما بدي وثقها فيك عم تفهم حقير فكرت الاشارة ما وصلت كنت رح ارمي القنبلة اليدوية المهمة سكناهم اركع هون يا كنب شوفوهم كيف راكعين لا تتحرك هالشي قليل عليهم ما رح اقتلكوا حتى اقتلوا ادعس قليل فيهم لك انتو بشرشي احكي اركع هون يا كنب شو بدي اعمل فيكم انت شوف فضل الله اه شو اعمل فيك ما رح فكهمهم بين يديهم بتعرف كم رصاصك ترقيت جسمه لحافظ اللي بتعرف طلع فيه يولا بتعرف انك قتلت اغلى اخيلي وعدني يشهد على زواجي انت حرام تعيش اخي كان بدي يقدم بأدن ابني رح اوصك وارتح منك الموت عليل فيك يا وسخ مشاهد اهدى قل لي شو اعمل فيك بدي موتك ولا خلص اخي تركني من شان الله فضل الله خلص لا توسخ بيك اهدى ما بيش فغليلي لحتى قتله بعيد عني وترش مجاهد لا تعمله لا تتدخل مشان الله خلص مجاهد طول بالك شوي اهدى مجاهد لو كان حافز معنا ما كان خلاك تعمل هالشي حافز ايه مصبوط ها معك وكرامة لحافز تركن لها المسخين تمام اهدى شوي فكرتوا انكن بتقدروا تدمروا المقبرة مين زرع هالأفكار براسكن خططنا لحالنا شو يعني خططوا من راسكن تروحوا تدمروها سامحونا لا تقتلونا اسمعوا له كنت مثل البطلة هنيك هون صرت ارنط قللي قديش عمرها 22 انت شو عم تعمل بالتنظيم بها العمر جابونا بالغصل سكر تمك بتجاوب بس لما نسألك بترجعكم لا تقتلونا وشو رأيك نطلق صراحكم هاد الناقص مو هيك ما رح تتركونا بس في شخصين ناصين وين هادول عم اسألكون وين هادول الاتنين راحوا لوين بعثون ديرمان بي مهمة لتجمير الموكب احكي موكب شو طبعا المساعدات المساعدات التركية ان شاء الله اللي حاول الله يلعن هون عم حاول اتصل فيه بس هو ما عم يرد ومين بالموكب؟ بظن كلهم بالموكب سوه بهار ونازلي عمين يقوله المساعدات وسوه معهم؟ سيدي نحنا لازم نتحرك بس بدنا شي ساعتين لنوصل لعندون مو معقول شو رح نعمل؟ ما فينا غير نستنى هون خلاص لا تقلقوا شباب القائد اردم معهم الله يحميهم شو طلع البنات بالموكب؟ كانوا عمينيقلوا المساعدات شكرا كتير لقلكون فرحتونا كتير كنا بانتظاركم شكرا لأصدافتكم وما كان في داعي لتعزبوا حالكم بكل هالشي شكرا كتير رواحنا في دا الجيش التركي انتوا ضحيتوا برواحكم كرمالنا الله بيعدم كم شهيد رح لكم الله يرحم كل الشهداء آمين عمي هالاكل طيب كتير ها؟ ان شاء الله صحة مجاهد لك شو صار لك عمالك شوي؟ ايه والله الاكل طيب شو عامل يعني؟ ايه بس شو صار لك انفجعت؟ الاكل على قد المحبة وانا حبيتهم كتير تركني على راحتي سو؟ انتي ليش ما هم تاكلي؟ بصراحة ما بحب لحم الخاروف دسام من وين جبتي هذا الحكي؟ كلي بنتي شبكي؟ لا دسم ولا شيء يلا جربت دوئي ما فيني على لحم الخاروف أبداً صدقني عمي معتي بتتعب تركوه على راحتها هي انا عم ااكل لا تاكلوهم تمام انتي كلي سلطة وشغلات خفيفة احسن لك رح ااكل حصتك ايه؟ شو هات؟ شبك؟ اعطيني اللبن حدي؟ ناولني اللبن فاتحي شو حدي؟ شكله موادران يحكي على مهلا زواجي اللبنة صعب مو؟ ايه والله والله لو انه اخدوا مرتي ما زعلت له هالدرجة انت غير شكل يا عمي ايه والله مجاهد شبك رح تاكل الصحم حدا بيكب مرقة الصلاطة يا اشدب كل الفائدة فيها الحمدلله انا شبعت خلوا البنات يجو يشيلوا الاصحون هلا ايه؟ لا شو هالحكي؟ انا ما قصتك انتي مرت اخي بس يلا قوم قوم بسرعة كنت منتاز بالاكل فرجينا شطرتك بالجليل لا مستحيل شو هالحكي حدا يخلينا يا عمي سيدي انتي عم تحرجني قدام النسوان الأخبار سيئة خير شو في سيدي بناءا على المعلومات يلي حصلنا عليها هن نفخخوا كتير اماكن لازم ننبه الناس مش هن يضلوا ضمن الاماكن الامنة يلي حددناها انا رح اهتم بالقصة فضل الله كل الاعتماد عليك اذا اضطرينا بنطلب الدعم فيك تعتمد علي سيدي هلو نعم معاك الاغا يا اردام هدول جايين لعندكن مين؟ رجالوا لأتيشي دير بالك وخدوا احطياطاتكن ماشي يا اغا شكرا فيش اخبار سيئة رجال أتيشي طريق لهم ويمكن يكونوا كتار معناتها لازم نستقبلوا انا هيك رأيي كمان جاهد حاضر سيدي حاول تتصل بايلام وشف لي وين هلأ تحت امرك سيدي هلو ايلام وين انت؟ وصلتني الاخبار ولكني جايل عنكم من اي طريق؟ من طريق وادي كوما وينك بتضبط هلأ؟ هلأ اطعت ضيعة بوزك اي بالسلامة رح يوصلوا بعد ساعة معنا وقت ماشي خدوا الولاد والمدنيين على المدرسة تحت امرك سيدي سيدي خلينا نخبر يا فوز دا اي تلو اللا سلكي وموبايل ومسكر حاولوا انكن تلاقوا يافوز وخبروا بالوضع تحت امرك سيدي لا تخلوا العلم تحس بشي وحتى ما يخافوا قلولهم عنا تدريب متل ما بدك سيدي متل ما بدك سيدي انت دكتورة مون ما عد عني يا كلب وين المرة اللي معكن؟ ماتت كان معكن عسكري كمان ما كان معنا عسكري لا تكذبي علينا كان معك عسكري منعرف كل شي فهمت يلا احكي العسكري والارهابية انفجر فيه اللغم انا رح اخذه وانت لقي العسكري اذا مات اكيد رفقاتوا رح يدوروا علينا ها؟ واذا ما كان ميت اقتلوا ماشي اتعركي سيدي معنا الساعة تقريبا هون انسبك ماشي مجاهد فتحي طاهر منصور انتوا رح تطلعوا اتاشوا فضل الله بتظلوا لتحموا المدنيين الله يحمل جميع شكرا الله ينصركن سيدي نغير تياضنا رح نلبس مدني امشوا شو اللي صاير هون؟ كأنه حادث لك هلا وقته؟ زلو زين عندكم لا حدا يتحرك بالمعاطي الإشارة أحلمك سيدي اشتركوا في القناة 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 شو ميت شو هات اشتركوا في القناة شو هاتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو هاتف شو هاتف شو هاتف شو هاتف شو هاتف شو هاتف اشتركوا في القناة شو هاتف شو هاتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو هاتف شو هاتف شو هاتف شو هاتف اشتركوا في القناة شو هاتف 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 عب فيك تصيب وفتحي لا ما فيني لانو متخبي مني حوار طاهر طلص طيح اذا ما انسى حدتوا من هون رح اوصر فيكن ها اذا بتتحرك رح اوصاك اسمعني طاهر انت لا تعملش خلاص الوقت واذا ما انسى حدو هيا اخر مره بتشوفو فيا خلاص ماشي وايف اللولو تخلنا اصطبع كلها يحاول يعمل اي اشي ماشي انت صاحب القرار وبتمنى تقتلو ما فيني سيبو مجاهد في مخاطرة يعني من تركو يموت بس ميلي واحد خلو يتحرك ميلي وبيقتلو موسيقى 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 شو بتتعلمو موسيقى 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 اوصوها لا تعلمو ما بدنا نعمل شي مو انت قلت لنا لنسحيل عملك الوافو لا تتحركوا موسيقى 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 مستحيل تقدر تصيبه هو هيك فتحي موسيقى 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 انتوا بالضيعة هلأ؟ لا نحن بره شو لصة؟ انا داعيس على الارض شو؟ انا بالارض اللي فيها شجر حد الضيعة تعالوا بشان تساعدوني بسرع يلا جايين فورا سيدي شوفي يافوز بحاجتنا يلا ليك ازميتلي بتعرف شو عم تعمل؟ روح نسامحك على اللي عملته تركوه يشتغل ليك سيدي بدي شيل الغطة من تحت رجلك طيب يلا شيله تمام هلأ بخبره سيدي خبروني انه بهار لسه ما رجعت عن ضيعة اكيد صاير معا شي شغله خايف يكون صاير معا شي خطير سيدي اوعاك تحرك رجلك ماشي لانه راح نصير شقف ازا بتحركها شش ازميتلي ازا صار لسيدي شي راح نتبادل الطوائي ما راح نبدل شي لانه ما راح يضل طوائي بالاساس استغل بالحكي فاضي يلا ما راح نتبادل ما راح نتبادل موسيقى 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 رح أسحبها يعطيك العافية الله يعافيك لازم الله يبهر يالله اشتركوا في القناة لك حبيبي تعال عندي شوي كيفك؟ نيح جابوا اليوم مرة لابسة تياب دكتورة لهون؟ سمع هي بتكون مرتي انت شفتها مو هيك؟ جابوها لهم هلأ انتوا عساكر أتراك؟ صح لهيك ساعدنا ما بدياك تخاف نحنا منحميك في بيت مهجور براس الجبل وعلى أغلب أخذوها لهونيك يسلموا يا بطر خد هاي ضمير العساكر الأتراك أقوى من الطلقة أي شو هاد كلام حلو هل حكي لهي مينجوي؟ لا الروح في داء يلا امشوا سركت موسيقى حاول رح تفت لجوا يلا بس يا سيدي سرعة سرعة اشتركوا في القناة 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 اتنى اي بس ضيعنا السيارة شو هالحظ الله يلعن كان بدون يأخرونا مشان يهربوا خلونا نرجع لعندي أفوس يلا راحوا سيدي ما في حدا في حدا تصاوى خلونا نلحاون كيف وين راح نلاقيهم مستحيل الغابة كبيرة من ننقسم لفريقين لحظة القائد أردان بيعرف الموضوع مبزن أحكي ما أهلين فتحي سيدي القاد يافوز وبهار اختفوا كيف يعني وين اختفوا صار اشتباكم فصلنا ولما رجعنا ما لقيناهم أنت وين هلأ نحن بالغابة منظن أنهم بالغابة وفي شي حد عم يلاحقهم أيب راح أخلي الموكب يمشي وبيجي لعندكم وما راح نرجع ملا حتى اللاقي يوم ماشي سيدي في أي أوامر بعثوا طاهر ومنصور لهون وانا لا حيشي لعندكم أمرك سيدي منصور إذ ميت لي رجعوا فورا ماشي أمرك سيدي سيدي صعب نلاقيهم لو بيقدر كان يتصل فينا أكيد ساير معهم شي شو ساير معهم بس لو أن لا إيلون شي أثر خلونا نشغل الكشف سيدي لقيت أنينة مي يا فوز ما بي تركه وراه أكيد فيه رجال عمي لحقون يلا خلونا نتقدم حركوا ما رح يقدر وجهنا شبو شوفي يا فوز يا فوز أنا هون سيدي البيت فينا نفوت يا فوز أنت منيح؟ أنت منيح سيدي؟ ايه وصلت بالوقت المناسب أنت منيحة؟ أنا أتلت واحد منهم أتلت بإيدي هي مصدومة شوي مو أكتر وأنت مصاب؟ ارتاح شوي ما فيني شي سيدي فتحي استدعي المروحية فوراً عنا مصاب أمرك سيدي خير، شو بدك؟ بعيد إذا بتريد مجاهد؟ ساعدني بدل ما عم تتفرج عليه يلا شو عم يصير؟ مجاهد؟ كيف صح تكمرت أخي؟ وين حط هاي؟ راح حطه هنا ها ها اه 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 يلا تعال هون يلا يلا حطه هون موشي، لكني ورانك حطه هون، حطه هون سيدي أهلت عندك جير بالك فتحين، تبه شوي شوي ساعدوا فيها تعا، تعا، مسكت، فوت ساعدني فيها متأس بهدوء، شوي 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 اه سيدي اه اه انا اللي كنت عم زمر فضل الله حسني قلبي انك ثبت على اللي كان عم يزمر مو هاي؟ لا سيدي ما ثبت طمم يلا يا شباب ساعدوني وانت فضل الله حط ايدك معنا حاضر سيدي طلوا لهالجهة يلا ميلوه تفشوا من ورا من دون ما ترفعوا يلا تفشوا اه بعدين انت حطوا بمكانه تبتح عنك وين بدي يحطون؟ عنك ما في داعي سيدي سيدي عنك هه، خلصنا اه الله يخليلي اياكوا مجاهد؟ مشي باك يا زلمي خلص بقى مو هيك بتنعطى هدية العرس؟ كيف بتنعطى لك؟ اه اطلعوا وتعلموا مني احدث موديل تلفزيون لفضل الله من اخوه هدية بمناسبة عرسو يلا زقبوا يلا اطلعوا بتصدقوا بي الله انه هاد احسن تلفزيون بالسوق؟ صورة ممتازة والوان بتجنب الشاشة اكبر اياس لدرجة فيك تتفرج عليها وانت بالمطبخ نظام صوته كتير قوي واهم شي نظامه 5K والله العظيمة في احدث من هيك شاشة بكل السوق زقبوا لها الشاشة انت كذاب هاي فور كي مو فايف كي سماع؟ انا حبي اطلعوا واحد زيادة عن نظام تبع انت شو دخلا؟ والله العظيمة هي احسن شاشة بالسوق الواحد ما بيمدح غير عديته؟ لا اذا حدا بيحقله يمدح فاكيد هو انا قصدي المرة ما بتستغني عن الجلاية بالبيت ما هيك؟ والفرن مهم لا تنسى هشي مرتخي الليلي شو الاكلات ياللي بتعرفي تساوية؟ لهيك الفرن قلب البيت النابض اي لحظة شوي وين بتكون تحطوا كل هالاكلات؟ اذا ما كان في تلاجي بالبيت تركون سيدي يحكوا ياللي بدونيها طيب يا شباب ما بصير نترك الاغراض محطوطة هيك خلونا نحطه بمحلها لكا خلونا نبلش بالكبار يلا اي طيب خدوا هذا المطبخ يكتوني خلونا نبلش بالكبار يلا في المترجم الى صفحة يومي الوظفة يومي المترجم الى صعود ناعف لك شكرا يومي المترجم الى صفحة نعرؤ resيار لا هلأ ممصد قال لي صاد كأني عم أحلم فضل الله ما بعرف كيش بدي كافيكن على اللي عملتو ليك حبيبي اسمعني بدل هالحكي الفاضي تعال ساعدني خلينا نخلص طيب جاي يعني ما بعرف ليش بيصنعوا بهي الطريقة تركها من ايدك لك اشتهيتك تكون فالح بشي شغلي هات عناك أزمتلي شبك مين اللي اشترى هالطاولة؟ أنا شكلهي رح اكسرها بالأخير خلص تركها رح جيب لي مفك وجرب ركبها بلكي بتزبط قال ليك مرتاح أنا بجيبه سمعوا أنا عن ندت وما في حدا غيري رح يركبها لهي الطاولة استنوني راجع ايه ايه طيب ما رح نقرب عليها وأنا رح سب كاسة شاي حدا بدو شاي معي؟ لا منصور شوفي خلير شوفي وين كنت شارت؟ أه؟ أنا منيح ما فيني شي طمن شت لا تكذب علينا انت صار لك فترة معاجبني وضعك شبك؟ يلا حكي لنا شو القصة منساعدك ما في شي مهم سيدي أحيانا الواحد بحس حاله متدايق بلا سبب شو؟ أنا معني هيك بس أنا هيك سيدي انت زلمة رومانسي يعني بعد ما شفت البيت مفروش صرت تحلم تتزوج ما هيك؟ لا لا سيدي مو هيك القصة أبدا زواج شو أنا ما فيني اتزوج هلأ ليك شو عم يحكي هاد؟ آه ليك كيف صار وش شو؟ شو عاملة فيك شيدان؟ إذا القصة هيك روح هلأ وحكي معا بتريح حالك وبتريحنا مزبوط روح شوفها وحكي معا بصراحة وإذا اضطريت إلا أنا بحبك ما فيني أعمل هيك شي أنا عندي حياتي الخاصة مع حالي والله الحياة هيك أحلى يعني أنت لساتك مراهق؟ وين عايش أنت؟ لسه في هيك حب؟ إيه في؟ روح واقف قدامها؟ وإلا أنا كتير بحب هيك إيه هيك باع باع بس دير بالك تعمل هالحركات؟ لا هالشي مستحيل سيدي خليني هيك أحسن مبسوط بحياتي بعدين مش هم ما ينكسر قلبي أو أكسر لقلبها طيب اسمع لكان إلا بدنا نشرب شاي سوا حدعمي إلاك روح تزواجها؟ مظبوط؟ أصلا الشخص المسؤول عن ترتيب كل أمور الزواج هو أخونا فتحي لكن جاهد إيه لا تعصيب أنا كنت عم حاول لطي في جو وإنت حرق لي حالك شوي خلص روح لعند البنت وعزمها على شي شغلة ما في داعي لهي المقدمة أو بل كي ما قبليت لك لا تععد تتحذر هلأ روح وجارب حظك مو من صالحك تتأخر بفتح الموضوع يعني هيك رأيكم؟ بس مع هيك خليك عم تحبة من بعيد روح أعزمها هلأ وأحكم أبعض بارك حبتك عن أبي طيب لكان رح جرب بقلها كنت مارئ بالصدفة من هون أه وبعدين بعزمها لنطلع سوى يلا روح ماشي رح روح سرعة السلام عليكم وعليكم السلام وقف عندك تعال لهون مسكوا الحرامي مسكوا واقف 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 سليع من طولة مسكوا مسكوا اهدا شوي تعال لهون يا حرامي أنا إمتى بدي أخلص منكم ها اهدا شوي وطويل بالك عصبي أخي شبنا شو لصة سرق من عندي خبز ليش سرقت خبز في عندي إخوات صغار وهنا نجوعاني هذا واحد كذاب معلم لك هذا الولد ما سرب يمكن نسي يعطيك حق الخبز لكن ليش أخدهن وهرب لأنه مستعجل هو ما كان عم يهرب بس في عنده ضيوف وما بده يتأخر القصة مو مستاهلة لا حولا ولا قوة إلا بالله خلص ما في مشكلة أنا ما بدي حق الخبزات بس لو إجا لعمدي وقال لي بده خبز كنت عطيته لحالي أكيد معلم أنت معكها وإنت تعمى يلا قل لي أنت وين ساكي أول الشارع دائماً بتعمل هيك مع العالم هاي أول مرة أخي أنا معني حرامي إن شاء الله بموت إذا عم كذب عليك ما عندك أب عندي وما عندي ما فهمت عليك قصدي إنه أبي بيشرب وبيضل سكران آه فهمت عليك أمي مريضة كمان وفي عندي أربع أخوان يعني حالتنا صعبة كتير لهيك سرقت الخبز هاي فهمت وما عم تدرس تركت المدرسة بشتغل بيباع المحارم الصوح وبمسح أحزية يعني بشتغل كل شي يرجع عدراستك لأنها مفيدة لازم تدرس وتفوت عالجامعة كمان وبتتخرج وبعدين بتشتغل وبتطلع مصاري اللي عم تحكيه بديه وقت كمل أكلك هلا ومنشوف قديش بديك وقت يسلموا ابني ماما نحن أجينا أهي ابني أهلا وسهلا تفضل فوت مين هالضيف هادم جاهد هو عسكري شوفي شو جبلنا معه لا تقومي خليك مرتاحة رح حط الأغراض رح حط الأغراض رح أكتب لك رقمي مشان إذا حتجتي شي تتصلي فيني ورح أبعط لك دكتور لا يتطمن عليك إيه؟ أهي بس شو اللي بيخليك تعمل هيك؟ حابب ساعد لا تسدي الإشاعات يلي بتقول إنه الناس ما بتساعد بعضا ما بتخلق الله يرضى عليك ويحميك الله يسلمك أغتي شت اسمع دير بالك على دراستك وما بدي إياك تشتغل لا تاكل هم أي شيء أنت من وين الله بعط لي إياك؟ والله ما بعرف جاوبك على السؤال بس أكيد بعطني لساعدك يلا بشوفك أنا بخير مع السلامة يسلم عليك العافية يا مرة أنا أجيت يا مرة قال لي أنت مين؟ وشو عم تعمل ببيتي؟ ها؟ لا من ببيتي يلا ما بتصير أديهاد خرس يا ولد نلا لا من ببيتي يلا نلا تعال معي شوي لبرا ما بتخجل أنه تضرب ولا تصغير؟ في عندك أربع أولاد ومرتك مريضة ما بتخجل على حالك تجي وانت سكران؟ وانت شو دخلك؟ شو بدك مني؟ تعرف أنه ابنك كان رح يسرق اليوم؟ وشو يعني؟ طبعا بدي يسرق فانت شو دخلك؟ طلع فيني منيح أنا ما بعرفك بس بنصحك لا تخليني أعصب لا تضرب ابنك مرة تانية ولا تخليه يشتغل بترجعوا على المدرسة يفهمت وإذا بسمع غير الحكي رح خليك تكره الساعة يلي ولدت فيها ماشي فهمت عليك خلاص؟ أنا مانع منزح معاك وراح اجي كل فترة لهون بابا ام بابا شبك بابا سامحو مانا بوعيه هيك بتكون حالته بس يشرب ام بابا ما عملت له شي هو وقع لحاله ساعدني اللي حطه جوه خلاص بعدلي أنا بحمله لحالي تركه اوف 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 انت منيح؟ منيح اخي مجاهد في عصاكر على حدود صر لنو 18 يوم ما شلحوا من رجليهون يعني نحن بنعمة عن جد الله يكون بعنون الله يحمي يون بدك تطلع؟ بدي اطلع شوف سو شوي ايو يا عين أعلم بالأمير اللي صغير اخي امتى رح تجي بترجاك قللي خير شو القصة؟ ابوك عمال شي؟ ألو لك امتى رح تجي اخي؟ شغلتلي بالي قللي شوفي أخي ألو ألو أخي أخي ألو عم تسمعني؟ ألو شو عم يصير؟ ألو شوفي قللي بارح التقيت بولد صغير بالشارع أبوه مدمين كحول وهلا عم يحكي معي الولد وفي صريخ وراه؟ يخلينا نروح نشوفه لا أنت يروح لعنت سوء وأنا بشوفه لا ما حزرت ما بدنا توقع بشي مشكلة من روح سواء أحسن مجاهد طيب يلا بسرعة ماشي يلا أنا حزرته قلت له إذا بتمد إيدك عليه بدي أكسرع تمام ما أسرع شباك على مهلك شوي أمشي يلا أمشي مجاهد إهدى شوي ما بصير الظلم مفاعل ها هاد هو الشارع متأكد؟ طبعا كيفك يعني؟ مي أبوكو؟ شكله غايب عن الوعي لا تخافي أختي صح صيحة أم أم شو صاير لأ؟ أخدوا لي ابني مين أخدوا؟ رجال عزات ومين بيكون هات عزات؟ ما أمعرف إذا شفتوا هلا هادي اللي كان بالسيارة أمتعال تساعدني شوي أمتعال شد حيلك شوي عود رتاح شوي هون لشوف عود رتاح أهدى خلاص لا تخاف لا تخاف وقت يالله ابني ابني تاكسي واقف واقف شوي تحرك بسرعة يالله ليك أخي في سيارة سودا مرأت من هون وبدنا نلحاها بسرعة لا تخاف أنا عسكري ورفيقك عسكري كمان أسرع لك شوي فضل الله متصل بالشرطة يلا فورا مرحبا معك فضل الله لمن القوات الخاصة في حادثة اختطاف في حادثة اخصلت لأخبركن قلنا من الصبح عم نفتل لو بدنا نلاقي السيارة كنا لقيناها قديش صارت الساعة يعني ما تعمتو ما رح نتعم بدنا نجيبه لو من سابع عرض والشرطة عم تلاحقه أنا عطيته الرقم لوحده معقولة تكون هي السيارة لقدامنا هاي هي على مهلك واقف شوي ليكونوا هدول جماعة مسلحين فيك تقولي اكشي بس لا تخاف مجاهد ليكون هاد المكان مركز تجمعون خلينا نخبر الشرطة أحسن ما تصير شي مصيبة طيب ماشي بس رح انزل وشوف شو الوضع اي حسابك شكراً كثير لك روح يمكن يتأزم الوضع عم تنصحه يا ريت تنصح حالك هاي هي غليته اليوم شو هاد هاد كل شي هاي كل شي ليه قديم هالضمير ليك عم يشغل الولاد بالاشحادة متأكد انه هالمصالح عم تروح لمنظمات ارهابية اكيد سماع طلع شوف مستقبلك انت مسؤول عن دفع ديون ابوك فمت لصة مو قصة خطف صار بده فرقة مكافحة ارهاب رح خبرهم مرحبا كيفك سيادة الضابط بدي بلغ عن جماعة هون لاحوا اشارة هاتفي لتحددوا العنوان ماشي شو عم تعملي مجاهد سلام عليكم يا رجال شو عم تعملوا هون بالحقيقة بدنا مستودع للأجار ايه وعجبنا هاد المكان وشو بدكم فيه عندي مشروع مغسل سيارات بيقولوا بيجيب مصاري المستودع مو للأجار ايه بس مكتوب انه للأجار ايه رفيه شو رأيك منحط بالأرض سيراميك وجهازين ضخمي وبدنا سفنش كمان وبدنا مواد تنظيف هيك بيصير الشغل تمام ها ومنجيب كم شغالي ساعدونا كمان شو رأيك ايه معليم هالولاد لقلق الله يحميهم ما شاء الله ايه مثل ولادي روحوا هلأ من هون لا معليم هالمكان عجبني خلينا نتفه قديش اجاره قلتلك روح من هون قبل ما فضي هالمسدس براسك اه معليم طويل بالك شوي معقولة تحمي المسدس دماء من الولاد ولا حركة ارموا اسلحكم على الارض ارموها يلا ارموها 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 على الارض يلا على الارض قرب لهون قرب اشعوا لورا ينتم يا تحرك! تحرك! قضيت حياتي بالجبل عملاحق قطاعين الطرق والإرهابيين خلصنا من يلي بالجبل قطلعتولنا انتو؟ ما راح نخلص منكن؟ عمتشغل الولاد بالاشحادية لتجمع مصاري؟ واحد كلب؟ نزلوا على الأرض يلا! يلا! انتو بخير؟ فيكون شي؟ راح ترجعوا هلأ عبيوتكم لا تخافوا تمام! وهلأ يا أولاد راح لعبكم لعبة حلوة كتير ماشي راح توقفوا صف واحد بدون تدفيش وبعدين راح تبزقوا على ويش هالزلمة اللي قدامكن بس مو بزعة صغيرة لازم تكون بزعة كبيرة تليق فيه ماشي؟ خلونا نبلش يلا أنت بالأول يلا! ما شاء الله عليك الله يحميك يلا أنت لككبرها هيك نيحا رجع يلا أنت ايوة برافو عليك دورك لا لا هي صغيرك زوك أنك عم تستفرغ ايك عم تفعو؟ تمام بتاع انت؟ برافو اتأخرتوا لوصلتوا طلعنا فورا لما خبرتونا شو القصة؟ عم يجبروا الولاد على الشهادة صح الكلام؟ عفوا سيادة الضابط منعتزر ما قصدنا نتعدى على اختصاصكم بس ما قدرنا نتحمل يلي عم يعملوه بالولاد ايه مظبوط لا تواخذنا سيادة الضابط بس كانوا عم يضربوا الولاد خلص مو مشكلة تركوا الباقي علينا طيب نحنا رح نمشي بس يعني شو بدي يقول للنائب؟ قل له مسكن رجالين ملتمين ومعرفناهم قل له اي اشي يتصرف من عنده طيب ماشي بس روحوا معنا واكتبوا افاداتكم جيبوهن يلا وخدوا اسلحتهم وخبروا اهليهم للولاد شكرا لك اخي امشي لا بقى تخاف حبيبي كون رجال ليك اخوك مجاهد واخوك فضل الله مثل باتمان وروبين بيوصلوا بالوقت المناسب يعني انا روبين ليش موصل برنات؟ سمع سمع ما بقى يعجبوا البطر روبين مو هيك خلص لا تزعر انت سوبرمان يلا يلا حبيباتي سيادتك من بعد اذنك خلينا نروح بس بتكتبوا افاداتكم ابني البطل الله يسلمكم يا شباب قولولي كيف لقيتوا ابني ورجعتوا لي يا ترجينا هون اللي يرجوا طلعوا ناس اكابر وتركوا ابنك سمعني لازم تبطل عادة الشرب مشان ما انتزاع ماشي جايين فورا وراح دبرلك شغلي لا تعيش منها لحطة طعم يولادك من عرقش بينك ماشي؟ موافق مجاهد حاكوا معي ولازم نروح لازم نروح اللا خليكن مرتاحين اخي مجاهد ايه؟ بدك تجي مرة تانية؟ طبعا رح يجي مرة تانية وهذا وعد تعال لشوف الله يخليلي ياك ويحميك ويحميك يا بطل ويحمي عيلتك بشوفكم بخير السلام عليكم مع السلامة طالعا رجعت السعادة من جديد وهالشي بفرحني كتير نحن هلا رح نعمل فريقين لانو ممنعرف وين بيكون ابي موجود مجاهد طاهر ومنصور وفضل الله انتو لحاول اشارة عملوا حالكم ما بتعرفوا اذا كان كمين واذا اضطريتوا اشتبكوا معهم حاضر سيدي وانا والبقية رح نروح على السجن فورا ديروا بالكم اشتركوا في القناة 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 نقطعت الإشارة سيدي نحن قريبين 750 متر على آخر نقطة اتصال بما أنه نقطعت الإشارة فأكيد لو جهز سيدي هدول ناصبيننا كمين ما في غير طريقة لنعرف إذا رح نوع بالكمين وقف نكمل ماشي رح وقف سيدي المكان مهجور مبين عليك شي حركة جوا منصور شايف رهيني جوا بس حطين له كيسب رأسه سيدي شو الوضع مجاهد؟ نحن قدام مستودع سيدي في رأينا بس ما منعرف مين هو لازم نفوت لن تأكد إذا كان أبوك ولا لا تماماً نحن رح نوصل ديروا بالكم نبقى على تواصل حاضر سيدي رح تتحمي المكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منصور هلأ لا شاكونا اتنوا الكل فيزا فيكو انتعوا اتنونا منصور والله عن الله سوف نحميكم فتولة جو يا الله عرفوا مين الرحيم كابر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا فضل الله شكرا فضل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مناح سيدي رح نطلع منهم ديروا بالكون هزميكلي شو الوضع فينا نطلع اطلع من هون صعب شوي اشتركوا في القناة 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 شو يلي عم تفكر فيه عاشق الزلمة مات شي مات عاشق طاهر اصبروا شوي لا تخلوهني فوتو حاضر سيدي حطيت آخر مخزن عندي لا تقوص على الفاضي هذا مال دولة موعيب هالحكي سيدي كنت عام نمزح معها حتى ونحن بها الحالة بتمزح سيدي الوضع مثل التدريبات أزوجك لسه فيها صعب من هيك خلينا نطلع من هون عايشين وانا رضيان فضل الله ما خلصتش وعن تخترع السر يلا شوي وبخمس نحن كمان رح نخلص هل يكون عبتأوسوا هتخلص بطاريتهم سماع شوار نفكرنا منشتغل على البطارية مدري مين منضحك عليه وقال له هيك على كل حال ينطر بس شوي هو بوارجيه رضي الله يا زلمي عم تزرع قلب رح خلصي اسبروا اسبروا ترجمة نانسي قنقر اسبروا 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 يا شباب نسحبوا من المكان بسرعة أنا ما أضل معي طلقات وأنا زخيرتي رح تقرأ السيد شو بدنا نعمل وأنا ما بدي موت بهالمكان ليهك منصور عم يحكي متلقتاش هالملعون مانو هليل شو رح ينفجر مو إن شاء الله سيد فضل الله إن شاء الله بتناهل الشغلات اللي بديه وقت لتصير إذا ما انفجر هلأ رح نموت كلنا هوم بينفجر سيدي مثل عادي أنا ولا مرة خربطت ستنى إشارتي استنى وين راحوا؟ سلموا حالكم لا تتخبوا ما في عنكن حال تاني هلأ بتشوف فجر فضل الله يلاك بيس الزر يلاك بسو سيدي ما عم ينفجر شو أصدك؟ كيف يعني ما عم ينفجر فجره يلا كش باك؟ يلا انفجر بقى انفجر خلصني فجره بقى فجره لك فجره يلا ما عم ينفجر حاطينيه لك اسمعني المياه انت مال دولة إذا لنا لك انفجر بتنفجر عم تفهم عليه؟ انفجر 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 راح أكبسه راح ينفجر يلا راح أكبسه يا رب يلا انفجر 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 والله انفجر انفجر سيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى شفتوا كيف هي انفجر مظبوط فضل الله انفجر يعني معقول انت اللي عامله ما ينفجر خوفنا شوي بس انفجر بالوقت المناسب هو بيحب الاكشين هيك طبع يا اخي شو فينا نعمل معه هيه مظبوط هات طبعي خلونا نروح كيف صحتو يا فوز ممنحة سيدي نبضه خفيف لازم نفوتو على المستشفى بسرعة يلا استعجلوك صار معكم مشاكل ان شاء الله قتيشي ما اعمل شي ابدا سيدي الشباب اجو بوقتون اه كان لازم تشوف وشو يا سيدي لما قالوله انت متهم بخيانة الوطن هذا درس لالو كيف وضعه سيدي عم يعد جو هلا الاغى زلمي مقاوم ورح يتعافى ايه طبعا لانه هو عاش اسوأ من هيك ورح يتعافى الله يسمع منك نبضه طبيعي هلا يلا روحوا ارتاحوا انا رح اضل معك سيدي لا لا روحوا انتوا سيدي سمحلنا انضل معك اذا بدي منكم شي بحكي معكم يلا روحوا ارتاحوا شوي سيدي ما صح لنا نحكم نحن على الطريق حكولنا كيف نفتوا من الكمين سيدي الله يخليلنا فضل الله البطل شو جهزلك قنبلة مشان ننفجره فيهم كانت خطة على كيفك خليناهم حتى فاتوا لجوة وكبسنا لك على الزر بوم بس ما طلع هالصوت لانه ما انفجرت اجد ما انفجرت ايه والله ما انفجرت فضل الله عمله وما انفجرت ها يفضيحها خلاص يا شباب انا مزعوج من ياللي صار ما بسدق مو فضل الله اللي عمله هو من طابب يعمل قنبله لا تسدقوا كلامه معقولة ما تنفجرت القنبلة اتأخرت شوية صغيرة لانفجرت بس بالاخير انفجرت يعني انفجرت ايه انفجرت بفضله لساتنا عايشين هلا هو بطل هو عجبنا سيدي كنت عم بمزح معه بس فضل الله كتير حساس بها المواضيع لا تمزح معه ايه مظبوط بس ما بيزعل مني زعلت شي بيين زعلت انا اسف كنت عم بمزح معه انا اللي بدي اعرف ليش اتأخرت كرمال الله تركني بقى هيروء احترامي سيدي وصل هالطرد لسيدي طاهر من بلده ايه حطه عندك منعطيه تحت امرك سيدي شوف ما شاء الله سيدي تعشوف باعتين له حلاوي وفطاير وغزلة والله شكله كتير مدلل هالطاهر وارجيني شوفيا نحنا بيبعتولنا زبدة كمان مو انت بعتولك مشاوي بلا صح ما عم بيأسره ايه بس والله اشتهيت الغزلة فينا نأكل منطرفها عيب ما بيصير دركوا غراضوا للزلمة خلينا نعطي يهون اكيد رح ينبسط فيهم كتير خلينا ناخدلوا يهون لبرا امشي ويا فوز كان داعس عاللغم يا الهي فنبهته قلت له اياك ترفع رجلك لو حرك رجله ميلي واحد بوم انفجرت وما ضل حدا منها وقدر ما يحركها اكيد طبعا لو حركها كان مات انتو بتعرفوا الملازم يا فوز قديشه صبور ايه مصبوط ايه وانا ساعدته شوي كمان حاولت كل جهدي وشو عملت سيدي؟ هلا بتفكر عم امضح بحالي ما عبدي احكي شي هلا قلنا شو عملت سيدي؟ والله شوقتنا كتير طيب ازا مصرير احخبر كلك قال لي يا فوز طاير انا متأكد ما في حدا بيفكوا لهاللغم غيرك انت قلت له اكيد سيدي فيك تعتمد علي وعينكو نتشوف الاجواء اهنيك الرصاص عم يمروا من فوقنا وكانوا بحوطينا من كل الجهات ما بتبخيلوا روضا كيف كان شي ما بينوصف شو عم يحكيها؟ كأنه طاهر عم يبهر قصة شوي ما هيك هاد عم يقلف قصة خيالية مو بس عم يبهرها كمان خليه كفي قصته هلا لا تقاطعه وشو صار؟ بعدين بلجت احفر بيديي حاولت تركز لانه لو حرك رجله ميلي واحد كان اللغم انفجر كنا متنا لا سمح الله كانت حياة الكل مرهونة بين ايديي انا بردت عصابي بلا اني كنت متعود على هيك اجواء انا برادو عليك سيدي لو اول من منازم مدئيده فورا قلت له وقف مع صبيل ما كمين اه وخليت الكل يطلعوا لبرا وحطيت السماعات على ادانيني ما بتخاف سيدي بارك الفجرين مو انا اللي لازم خاف منك القنبلة اللي بتخاف مني على كله طلعنا لقيناهن محوطين المكان وين هي المهمة سيدي مهمة سرية ما فيني لك عكله لما طلعنا لقيناهن محوطين المكان لكانوا على قليلة خمسين قولك ايه خمسين كانوا اكتر من ميت واحد محاول ايه لا تطلعوا عليه انه عنده وش بريق مثل الاطفال ما شاء الله بيحطنك اللي ايابنا بيجابته بالله شهل مظبوط سيدي يعني كفي يا بطر سيدي الشاب لسعاته جديد معنا ليك لا تقير عليه ما حكيتش لسه خليلي كفي يا ست وشو صار بعدين شو صار يعني فكهتوا للغم اللي شو هو اللغم يعني انا فصف صوبين سناني براورا ودعيك تعو يلا شو هالعظمة كلها يا طاهر عدو عدو ارتاحوا يعطيك العافية حكيت لهم لصة كلها ومثل ما صارت بالضبط مو هيك سيدي يعني انا انت شو نقصت شوي مو هيك ما حكيتها كاملة يعني ما بحرتها ابدا شو مو هيك شباب ايه طبعا طبعا وبهالمناسبة هو رح يحليكن هلأ وجبنا الغزلية اللي بعتولوا ياها بدو يحلينا بمناسبة رجعتنا بالسلامة طبعا بجهودو وبيكفيننا القصة هي اسلموا ايديك سيدي شكرا سيدي صحة وانا بالعافية يلا مدو ايديكو كلو وشكرو لطاهر شكرا سيدي لا تتجلو وانا رح اكل معكم طيبين كتير شكرا سيدي اه الله يقويك سيدي اسلموا ايديك او والله طيب كتير والله طيب كتير يا سيدي طاير عجبتنا قالوني بعتولك مننا على طول ايه ان شاء الله سيدي اقول شو ما بدك بس لا تباحي عم تفهم ايه مفهوم سيدي عن جد طيب كتير ايه سلم ايدي والله وانا عجبه لين حبيبتي وينك متفقنا ننزل نشوف صلاة الاعراس كنت طالع حبيبتي يلا جاهزي حالك معشي ايوه سمعتوا له الكذاب اغتلات صديقه قاعد وعم ياكل غزلي صحيح الحكي لا تردي عليه مجاهد بدي يعلقنا سوا خلص جاهزي حالك على فكرة انا جاهزة من ساعة ايه طيب ليكني طالع ايو انا كباف راحت عن بالي هالقصة شوفي كول كول فيك تفقنا نشوف الصلاة ونسيت ايه هوهو انت ما نسيت عم تتهرب صح فضل الله اخي لو كل يوم بيش معقول اتهرب منها عجبتك الشغلة طيب خلينا نروح سوا ما عندك خبرة بهالامور وبيتضحكوا عليك مظبوط يعني اذا رحنا معك ما منخلي حدا يضحك عليك صحة هيك قولتكن ايه طبعا شو ما بتوسق فينا طيب خلونا نروح يسلم ايديك سيدي امشي معنا طاهر تمام ملكي بتحرق اللي اكلتم بس ما اكلتش سيدي يسلم ايديك هذا كان درس ايه والله يلا امشي هلا هذا امتى بدو يتعلم امشي معنا طاهر يلا امشي يسلم ايديك الله معك سيدي صحتين وهنا عقل بك سيدي عقل بك يسلم ايديك حرجات طيبين حبيبتي امم وصلنا ايه هي وصلنا اهلين امي عم نشوف صالة العرس خير اليلي فضل الله سمع ليك موضوع الصالة مهم كتير ماشي لازم تكون المنصة تبعها واسعة ماشي ابني خلص لا تشغلي بالك امي وخصص طاولة لنا تكون قريبة من المنصة ايه امي وانتبه ليك لا تخليهم يغدروك بعرف انه ما عنكن خبرة كتير بهالامور بس يعني شوفوا اكتر من صالة حتى تعرفوا الاسعار وكاسرون كمان ما توافقوا على اول سعر بيعطوكن يا ابني امي نحنا ما اننا اولاد صغار كمان جبت مجاهد معي ايه لا تشغلي بالك خالتي اسميتي شو قالت ايه تمام بعرف هو شاطر طمنتني بس الحذر واجب كمان انه ينتبه يعني الانسان بيغلط تمام افهمت عليك رح ناخد بنصايحك منحكي بعدين شو عم تقول لك اما خايفي يغدرونا قال من شان انتبهي منيح الا لا تشغل بالا ليش انا معكم اعتمدوا علي ما في قوة بالعالم تقدر تضحك على مجاهد مشان الله مجاهد لا تدخل اذا اتفقنا ع السعر نستقجرة ومننهي الموضوع ما بقى معنا وقت مرتاخي انت عم تعليني مني هاي ليلتكم ما رح اتدخل خلاص اعملوا اللي بدكن يا اساسا ما بحب اتدخل بالعلاقات بين اتنين انتو بتعرفوني محاكز مثلي ايه صحيح سيلي طبعا مجاهد ما بيتدخل ولا حتى بينصح حدا ابدا مو من عوايد طيب منشوف يلا حبيبتي خلينا نفوت تأخرنا مجاهد حتى لو ما عجبك لا تحكي شي ابدا البنت عجبت الصالح ماشي قلتلك ما رح اتدخل ان شاء الله خلينا نفوت يلا المكتوب مبين من عنوانه اذا الواجه هيك كيف بدا تكون من تحت مع بعرفة فوتوا اهلين سيدي امرك سيدي انا جاهز طيب ان شاء الله ما بتأخر عليك سيدي الله معك سيدي اهلين انت العروس موهيل ايه انا سوء وهذا خطيبي فضل الله تصرفت فيكن تسلم هاد من زواك الصالح حلو كتير حبيبتي وواسع صحيح وانا حبيتك كتير حبيبي وساحة الرأس واسع كأنم عتمي أضواء أباهتي انت شو رأيك عشان مصبوط هاي ما قالت شي وممكن نعرف قديش الأجار الأجار بدول عشار ومعقول شو اللي عم تقوله انت غالي كتير هالصالة ما بتسوا هيك أجار أبدا اخي مجاهد نحنا مو هيك اتفقنا مجاهد تركولي هالموضوع للي يا سيد لسه ما قلت السعر معلم أنا بعرف إنك لسه ما قلت شي بس أنا بعرف شو بدك تقول من قبل ما تنطقل الكلمة بعرف من حركة إشفافك لهيك رح ترعينه والله السعر المبدأ يبل عشا بين خمس تالاف وسبعة تالاف وخمسمية أمام عشا بين عشرة وثلاثين لير على الشخص الواحد وصدقوني هالسعر لقلكن وبس تمام ممليح السعر بناسبنا مو هيك حبيبي؟ السعر كتير مناسب أهو شوف كيف بترضو فورا هيك؟ بس يا مجاهد معلم شو هالأرقام الخيالية اللي عم تطلبها أنت؟ نحن سأل ده بكل تركيا ما فيك أسعار سمع دي هالأسعار اللي عم تطلبها أنا فيني أعمل عرسين مع عشرة بدك تنزل لثلاثة ألاف أو ألفين حر مستحيل يا سيد شو عم تحكي أنت؟ فضل الله أحكي لك شي كلمة أحسن ما أنفجر مجاهد بترجعك كم شخص بتوسع؟ حسر توزيع الطاولات يا سبعمية أو ألف يا معلم كأنه أرقامك مزلطة من سبعمية لألف بيطلع فوج بيناتو حدد رقم محدد شوالحك يا رحجل من فضل الله الله يصبرني بترجعك مجاهد خلاص بقى أين بيني صغيرة؟ يا دوب تسع تلاتمئة شخص إذا منطرفي لحالهم جاين شي مئة شخص أوه ما شاء الله سيد ضيعتي كله يمكن تجي تحت ضخل أهالي ضيعتنا كتار كتير مستحيل أخي مجاهد بترجعك خلاص مجاهد بترجعك بكفي بقى طيب قديش تكلفة فرقة العزف عنا فرقة مرتبة وتكلفتها ألفين ليرة ايه ما في داعي لألة عنا أفضل مطرب وعازف وببلاش مين هو إلي مين مين هو؟ عزوف حبيبي عزوف أين جبر قج دمنا يا عاش جز دريم دان سزن دون انان مدون يقل دون سنين ويدي بو دين كفي الله عليك يا منصور وين مخبي الفن كله بجاك دارم تزن دون يوكسا سن ديني دين عورنا قل دين مرتخي وهي إجاز سيد فضل الله أهلا وسهلا فيك حتى أنت علي منصور وأحلى تحيي لأخي جاهد على رأسي والله منصور خلني خلني أكلم دان جتين خليز كتم جاهد أيب خليز زلمي مفصوط شبا إن شان الله خلاص أينيدي هر شيء مفصوط شبا إن بيك دسته مفصوط شبا أينيدي بيك دارم تزن دون شكمت ليدو إن شما ايدي حبيبتي لا خلاص ما بقى فيي اتحمل هالمسخرة أنا رايحة اينيدي حبيبتي شكرا كتير لك شوف عجبك الشي اللي عملتو أخي أزميت لي الله لا يعطيك العافية طفشت البنت بصوتك مين قالك تغني في ايه معا لي شكرا كتير على اهتمامك بصراحة تعابناك معنا عن جد صالتك حلوة كتير بس مثل ما شفت يعني ما عجبتها للعروس وهي ليلتها ما فينا ندخل بالنهاية هي رغبتها وما فينا نحكي شي ما عجبتها رح نشوف خيارات تانية وإن شاء الله بنرجع ماشي شكرا لألك يلا يا شباب بالمناسبة لازم تضبط علاقاتك بالأرقام وعطي أرقام محددة لتكسب ثقة الاسبوب تمام ماشي عنزناك معلم نظام الصوت ضعيف ضبطه حبيبتي طولي بالك شوي كنت عرفاني فضل الله والله كنت عرفاني رح يصير هيك ما قلتلك لا تخلي مجاهد يتدخل ايه قلتلي مبلع خلاص لا تزعلي ازعجبتك بنجي لهو مرة تانية شو رأيك؟ خلاص فضل الله قلتلك ما بقى بدي ايجي طيب اهدي حبيبتي مرتاخي وانتي كمان معاش بتاك؟ الله يصبرني عليك يا مجاهد اف هيك نحنا اتفقنا الله يصحب حاك وانتو ما قصرتو شو عملنا نحنا؟ ليش خليتو شي ما عملتوه؟ اه اه شو ناكر للجميل شو عملتله؟ ولا شي لا ترد انت ما عملت شي ابدا شو اللي صار هلا؟ الصالة راح توسو كمان راح انا بدبر لهم صالة احسن منه اصلا هالصالة صغيرة كتير اذا لزم الامر ببيع شقفة من الارض وبستقشر لهم صالة مظبوط تعري انا عندي اعرض مو مشكلة ببقى بشرح لهم سيدي ما في صوت على اي جهة من روح كيف على اي اشيها من روحش؟ في قدامنا غير طريق واحد مظبوط شو وضعكو ناتاش؟ نحنا بخير عم نمشي بالنفق هلأ عم ندور عغرفة طيب ديروا بقى لكم طيب مني شو الوضع فوق؟ طيب مني شو الوضع فوق؟ غراب البحر شو هلأ؟ نحنا رح نمشي بكل الانفاق وضع اخوتنا مالو منيح لازم نستعجل وضع سيء؟ قال لي انه رح يموتوا هلأ على اليمين ولا لقدام؟ على اليمين؟ يلا استعجلوا يا أرشال عم تراقب الانفاق مو هيك؟ طبعاً حدا يطلع؟ ماشي بعد شوي بطلع في حدا؟ هل تراجعوا الواري يا ارشال؟ يلا ركتو بصرا 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 اخبو على الكنون يلا تعالوا لعندي طلع فيني ولك واطي رح اسألك مرة وحدة وين غرفة التحكم غمض عيونك اذا كانت هون هي هون وانت شلون عرفت لانه غمض عيونه كتير طلع معقولة لانه فضل الله ميناتور خنقه بيديه ليش لا تقتله يا غير صدقني المكان قصدي يا اخي بس مو من ايدي اكيد من طعنة السكين لاني ما خنقته بقوة شو يعني بدنا نتناقش بهالموضوع هلا اه ما في وقت لتشريح الجسل حتى نعرف من شان الله شو فرقيت اذا مات بالسكين ولا خنق وشو بيهمنا كيف مات اه شو لك لك شو انتو جناتو خلونا ندور عالغرفة لا تعصيد ما خنقته بقوة لدرجة ميك اشتركوا في القناة شو راح تساوي راح تقع الباب وزدت هالقنبلة لجوا اوه هلا اي خططاك شو بدك يا نساوي منفوت لجوا منضرب ومنكسب ومنحرك دمنا شوي شو انت مجنون يعني اي طي موسيقى موسيقى لك ليش تأخر هاد؟ ما بعرف هلأ بيشي لا تقلقه موسيقى 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 لأونا شو بدنا نساوي هلأ؟ تحصرنا هون أهلين وسهلين فييون نحن رح نستقبلون مجاهد انت ميحفي؟ شو؟ كنت عم بسألك انت منيح يا أخي؟ صار لك شي؟ ابني راحة هالمرة عم الطن ما عم بسمعه قلتلك هلينا نفوت لجوه ما رديت مجاهد أكي إهدا شو عم تساوي؟ موسيقى 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 ها دول ولا شي قدامنا أخي شوه سيدي نحن جلوة صرنا بغرفة التحكم حلال عليكو ناتاش نحن محاصرين هلا هون وما فينا نساوي شي سيدي اسحبوهن عرقم واحد او اثنين سيدي لازم تسحبوهن عرقم واحد او اثنين رح نتقدم عرقم واحد او اثنين ايا الخطر سيدي رح نتقزى عند الرقم واحد ما فينا نحتمي هنيك رقم اثنين اخضر رح نتقدم لعند الرقم اثنين علم سيدي ياغر رح جاهز رقم اثنين دينك يا غبي ليش ما في الشرط المدل هلا هلا يا غراب البحر هلا رح فجروا لك لا تنق ها بالمناسبة بلبون الفضل الله ميناتور ايهم الله يسلمها الل идهين فضل الله ميناتور مدمير الاعداء لهونه بس الأمور تمام مفهوم جايين خلصت مهمتنا يلا نطلع من هون يا ريت لو كنت فوق وشيغت الانفجار يلا يا مجنون يلا داية طلعوا شوهاد يا ترى شوهاد كأنه مخطط له المكان يا والله هيك شكله يا غر أخي أنا برأي أنه نخلص عليهم كلياتهم تمام خلونا نطلع مجاحد بسوك المخطط ما في كاميرات مو هي؟ ما شفت كاميرات يا ترى شو عم تساوي سو من مبارح ما حكيت معه بتكون عم تدور عصالي للعرس شو رأيك؟ منساوي عرس منتل عراسي الضيعة ما في داعي لصالي أبدا ايه والله وهيك ما بيكلف كتير ايه؟ هدول مثل الخلط تماما بحافرين أنفاق بكل طرف ايه طبيعي هن المخلوقات عجيبة بيعيشوا بالأتمة بتعريف؟ حتى أنا حاسس هلأ إن المقر الرئيسي هو منطقي وقدي ايش منطقي؟ كتير والله عن جلد استغفروا الله رازم والله أنا اشتقت لشوف الشمس أكيد ما رح نقضي حياتنا هون اسمعوا يا رجال ما قلت لكم هالشي من قبل بس أنا معي كالاسترافوبيا شو هي مجاهد؟ كالاسترافوبيا آه يعني خايف وما فيك تتحمل لا مو قصة تخوف أبدا بس إذا ضليت فترة بالعتمة ما بعرف بحس بتخاف بي هيك أماكن مو هيك؟ لك لا أي أخوف هاد انت التاني بحس بي ضغط كأنه راسع من كبس مولا تكون شخص طبيعي بالأحوال العادية؟ يا رجال يلا طالوني من هون بسرعة بلش الضغط على راسي تحملي شوي مجاهد ما ضل كتير خلونا نمشي كمان لازم نعرف شو في هون موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 دي يا أخي موسيقى موسيقى شو ها في نفق تاني هون سيدي نحن لقينا نفق تاني جوا كيف يعني نفق تاني؟ يعني نفق جواد نفق سيدي في احتمال يكون وكروا لديرمان تعتقد للساتون هون؟ ما فينا نعرف أبداً قبل ما نفوت فوتوا بسرعة لازم كون دعم؟ هلأ لأ إذا واجهنا شي مش كلي من خبرك فوراً مع أوليف أخ؟ أوليف مو نبين من هون أخي لازم فوت لجوا طيب من فوت؟ لو سمحت أنا لحالي لا وصح كنت جوه يغر؟ في فخ لا تجو فضل الله لا تجو في فخ شو هالمكان؟ فضل الله قللي انت منيح؟ سيدي أصح كنت جوه أنا جائلة عندك ما راح نتركك لحالك لا لا تجي انتبه يا أخي دير بالك لا تلمسني انتو بخير؟ خلص بيكبفي اهدى تمام لا تتحرك اهدى شو هات؟ حاطين زيت بالنفاق بالأول لازم ترجع لأورا أخي وتحاول تنمسكني وبنفس الوقت لازم توجه تضوع القملة هات يلا واحد اثنين تلاتة كمان كمان تمام تمام فضل الله مجاهد انتو بخير؟ ايه بخير اغراب البحر لازمنا مع الدات بعتها فورا نزلها بالحبل يا بطل بطل الله انت بتحل موضوع القملة شوف كل هالشرطان بتقطع كم واحد منهم وبتتعطل القملة يلا 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 اسرع يا اخي تمام يلا اغراب البحر اسرع مستعجل عتاش؟ ارجوه على ورا ومسكني اللي بستعيا انا عم بصحت كمان وصلوا شي؟ نزلهم شوي كمان يا اخي وصلوا هلا كمان شوي يا اخي الحبل قرب يخلص نزلوا كمان خلاص تمام مش الحال تمام تمام يلا عطلها القملة ما عطلها بس انا عم بصحت يا اخي تعمل كمان ليك؟ نحنا اتدربنا على هذا الشي من قبل ما رح نصحت ابدا يلا بلش بسرعة ماشي يا اخي يلا اشتابة رح نام اسمع مركب ينده على بحرية يا بحرية هلا 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 مجاهد تمام مشي الحال خد دقيقة راح أطلع دير بارك ايه عم بساط انتبه لا ترى تمام مسكت اطلت الترجير يا عيني والله انت بطل الأبطار بس لحظة لاخد القمدة والمطلع ايه ماشي خد يلا خد قراب البحر كل شي تمام محلة المشكلة يلا تعال بس انتبهت وزعت ها شو الوضع في شي لا والله اتلفوا كل شي وهربوا طلع مو هاي شاشة رادار رادار شو ما بعرف عم يراقبوا طيارة او سفينة معقول يكونوا عم بيهربوا شي شو الوضع هدا هو المقار تابعون ايه سيدي بس اتلفوا كل شي ما بعرف اذا رح نلاقي شي كأنه هات جهاز رادا سيدي في هون وراء محروقين اذا طلبنا مساعدة الاستخبارات بجوز نقدر نوصل لشي بكل الاحوال اتيشي بايدانا مسكتو وديرما للأسف هرب عن جد رح يجي دوره كمان ايه ايه سفينة كانوا عم يتعقبوا سفينة بالرادار لازم خبر الضابط اردام لا يعرف اذا فاتت سفينة عميهنا بطريقة مقانونية بدون يفجروا مكان بالسفينة مندمرها باللحظة اللي منحس فيها بالخطر ايه يا فوس اتقلنا اتيشي سيدي ديرما انهرف اتيشي بينفعنا جيبوا لهون فورا تحت امرك سيدي نحنا مقر ميدوسة اتلفوا كل شي هون بس شايفين ادلة متعلقة بسفينة سيدي اذا في سفينة رح تدقل عميهنا الاقليمية بدون اذن لازم ندمرها لانه ممكن شكل خطر علينا لا هو بسرعة سيدي طيب انا رح اخبروا فيادي بهذا الشي وانتو جمعوا كل اللي بتقدروا عليه وارجعوا تحت امرك فيش معلومات عن طاهر سيدي هنن بالهلو كبتر رحنا ندرعوا المشفى اول ما يوز ان شاء الله يكونوا بخير ان شاء الله يا ترى شو هي خططك يا ديما اذا نيتون يفوتوا على مياهنا الاقليمية اكيد مهدفون يهربوا نفط نظبوط الشي لهالسبب لازم نخبر القوات البحرية مشان ينتبه فيش خبر عن طاهر والله ما امنعرفش رح اتصل بعاشي تليفون عاشق خرب اتصل بطاهر نعم اخي عاشق ما اتصلت ولا طمنتنا شو وضع طاهر ان شاء الله ما علي اي خطر وهو بخير طويل بالك شوي وخليه يعرف يحكي طاهر بغرفة العمليات هلأ ما في اي خطر على حياته انا سألت الدكتور بس ما منعرف شو رح يكون وضع ايده شو عم تقول ما في خطر على حياته بس هو بالعمليات مشان ايده عطيني احكي احكي مع سيدي عاشق امرك سيدي بعد شوية انا والضابط اردام رح نجي لعندكم لا تروح من عندك لحتى نوصل واذا صار شي خبرنا فورا تحت امرك اذا عيده لطاهر بيصر له شي بينتهي مسكين على النصيب لا تتشاقموا فورا الحمد لله انه تجاوز مرحلة الخطر ويده رح تتحسن طاهر ابا ضايا واوي بإذن ربنا ما رح يصر له شي ورح يتعافى يلا امشوا عغرفة العمليات قتاش نعم حكيت مع نازلي شي اتصلت بس ما عم بترد شو لصة انا اتصلت بسو وما ردت قلت بالك اذا حكيت مع نازلي بتعرف شي عنا غريبة ما اقولي كون صاير شي معون شو لصة سيدي فضل الله اتصل بسو وما ردت وانا اتصل بنازلي ما ردت كمان خايفي كون صاير معون شي اهدوا لا تخافوا بجوز ما سمعوا التليفون رح اتصل ببهار بركي هنا مع بعض ما عم ترد سيدي معقولي صاير معون شي بلكي راحوا عالسينما مسلا بيعرفوا انه نحن بعملية ما بعتقدروا حالسينما بلكي تليفونات عصامة كلاتهم اخي يعني ما بعد هلا الضابط اردام بيتصل باختي جولار ومشوف ماشي سيدي انا رح جرب كمان واتصل تمام عميرين ما عم ترد ما عم ترد يا اخي خير ان شاء الله يعطيك العافية الله يعافيك ابني كيفا انا بخير وانت الحمد الله تعرف الدكتورة بهاري اللي ساكني هون اي طبعا بعرفها اه شفتها اليوم شي وليش عم تسألوا انتو شرطة شي لا نحن عساكر منكون رفقات زوجة للدكتورة عم يحاول يتطمن عليها بس ما عم ترد ان شاء الله خير شو صاير معا ان شاء الله كل خير انت قلنا شفت شي لا والله ما شفت انا اجي توصل طلبية الصبح لهون بس هي ما كانت بالبيت بس بالعادي بها الوقت بتكون بشغلة طيب شكرا كتير اليك مع السلامة ده يلا كأنه ما في صوت اي ده ما في حدا شو رأيك نخلعه؟ وليش لنخلعه؟ هو يعطانا المفتاح اه مظبوط كلامه يلا افتحه الباب مقفول معنات برات البيت بقى هون؟ اذا كنتي بالبيت لا تخافي انا مجاهد اساسا هي بتعرف اصواتنا ما بعرف معقول نايمي؟ طيب فو تدور عليها جوه بهار 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 شوين اهي؟ ما في حدا بالبيت غريب ونظيف كمان بس ان شاء الله تكون بخير طيب خلينا نشوف بيت العميدة اردن امشي بشكل دائم بشكل دائم اشترك و activي بشكل دائم بشكل دائم بشكل دائم اشتركوا في القناة 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 لا دورا لا دورا عبدالله سو الله يبعد مني أكبر سو 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 سبتوا سلاحكم بالأرض سبتوا قبل معوصكم خليموا نقوص عليهم سيدي ما فيهم يعنوشي لو كنت مكانك ما كنت رحقول هالكلام زدتوا الاسلاح بعيد عني ساعدونا إذا في حدا يساعدنا باعد عنا يا حقير لك ايه بعيد عني بقى دركني بعيد عني لك الله يلعبك يا حقير دركني يا كلب ساعدونا إذا في حدا يسمعني بكريشاكم ساعدونا الله يلعيكم يا كلب الله يلعيكم يا أنزل ساعدونا 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 إذا بصير للبناتشي رح تدفع التمن غالي رح أدفنك بإيدي موسيقى 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 عم تتأوى عن نسمع كمان؟ يا أندال موسيقى موسيقى خدونا إلنا وتركوه أن يروحوا حلو مشاكلكم معنا وإلا رح تندموا على اللي عملتوه مبين أنكم كتير معصبي مشان هيك أنا رح أشوف طلباتكم بنفسي موسيقى موسيقى بما أنكم كتير معصبي موسيقى 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 سلناهن يأكلوا الطعام دي المان يعني متل ما توقعت بالضبط هذول الشباب بيحبوا نسوانهم كتير لدرجة ممكن يفدواهم بيروحهم لعمشوا مجانين شو نعمل؟ سلوا فيهم شوي هلا بس صوروا لي كل شي بتكون تعملوا مع هالمجانين هالشي بيفيدنا بس تخلصوا اوتلوهم كلهم ماشي مهلم ننفذ كلامك تحرف شو اكتر شغلة بحبه بيها الحياة؟ الخطة اللي بتمشي متل عارة بالساعة روح نشوف النسوان بعد شوي قلينا روح نسليون شوي مشان ما يملوا اوت سجل كل شي مت يومي سو روح نقل س Villانه العاد، ماله واجهي لأنهم نسل consec sake كيش الوحين سبب هذه الليع عندما شعال الأخري طبعاً لأنه منشبه أبطال الأفلام لهيك لازم نطلع حلوين بالفيديو شي لك من كلها لحكي خليني يقول شغلي شوفواً قديش بشعين أنتوا ليش هيك بشعين لهالدرجة يا شباب مظبوط أهلكم بيقربوا بعض شي أحكوا الحقيقة ليك هات على هالمنظر لك حتى الأرض بتنزعج إذا دفنتوا فيها طالع مثل يمكن عرفت السبب هي قانون الشغل عنده إذا مو بشع ما بيشغلو ليك هادة مثل الدب اضحكوا اضحكوا بس المهم مين فينا رح يضحك بالأخير هالدب بصير أبشع لما بيضحك فقولي هالحلو مين أنا لا بتوقع عم يحكي عني لا طولوا بالكن يا شباب شو هالحكي أكيد أصدع لي يلا احكي ممكن أنا أصدق عليه لا أصدق اللي جنبك تعالي تواحد هالشاب الحلاوة أنا أحلى واحد فيه ومشان هيك فكوني أصدق عليه تعالي أقولك فكني أنا أحلى واحد آه أيوة هلا فمت عليك ما فكيتني لأنه وشي نحيف شوي ومبين بيضحك مو هيك بس معك حق فتحي حلو وانت حلو كمان ومجاهد حلو نحنا كلنا حلوين وشك نحيف وبيضحك بفكر حاله مثل مستر بيت تماما طيب أيام شبابي كنت مثله وهلأ رح نشوف شطارتك بالقواص خلينا نجرب شو رأيك أه سمعته شو قال ما عرف ينقي غير فتحي هاد أسوأ واحد فينا بالقواص ايه عن جد صح الحكي طيب رح أخلي الموضوع أسهل شوي اشتركوا في القناة مسدس أسري لازم تعرف انتو جوات رصاصة واحدة إذا حاولت تتقوص الرصاصة على واحد فينا الشباب رح يقوصوا عرفقاتك وأنا رح أوصك برأسك فهمت؟ هدفك علبة لدهان الأبيض إذا ما صبت رح أتل واحد منهم صور هالمشهد رح نتسلى كتير وهلأ رح عدلت ثلاثة واحد اثنين اتنين تعرف كتير لي بقى لك هلون؟ هلأ صار فينا أن أدي لك النمر الوردي كيف هو النمر الوردي؟ تأكدت أنه أسوأ واحد بالأواص؟ صورتم وهيك؟ إذا التصوير مواضح رح إزعل منك هالمقطع حطه شارك البداية بس أنا قلت الهدف هو علبة لدهان الأبيض ايه بعرف؟ بس برأيك اللون الوردي مطلق أحلى؟ بس بما أنك قدرت أنه تصيبه بهالطريقة فأنت واحد شاطر لو كان في عندي بين رجالي ثلاثة مثلك بس أقسم بالله لك أنت عملت شغلات كتيرة الاختبار كان سهل عليك لهيك رح صعب الموضوع أكتر استنى أنت إيه؟ يلي بالنص؟ إيه أنا أحلى واحد شور بحر؟ مرات غسالة مكيف ولا طنجرة؟ ما حذرت؟ أحتربح رصاصة بنص راسك أنت؟ بعضوا عنهم حاول أنه تصيب علبة لدهاني اللي فقر فيك لنشوف شطارتك حطنا كلنا معه ليش بعطوا عنها يا أبني الكلب؟ لا تستعجل استنى شوي تطمن جاي دورك لا تاكل هم أبدا أنت عم تلعب معنا يا ولد؟ ادعي لربك ما نطلع عايشين لأنه رح ألعب معك لعبة تتفاجأ فيها الواضح أنك رح تموت على إيدرفيه أكلم إذا في عندك شي فاحكيه بدل ما أستشهد على إيد أندال وأليلين كرامي متلكون رح أستشهد على إيدرفيه رح تخليني يبكي يرمي وأنتو كمان شوفوا الفيقون لآخر مرة واحد هيا موسيقى 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 نين ما حدا يقوث إذا بدكم أوصوا من موت كلنا معبار زلتوا سلاحكم ما حدا يقوث لك زلتوا سلاحكم شو بدكم يا نموت كلنا هون زلتوا ما قلت لكم رحقت لكم كلكم بيدي ما قلتها الحكي متحمس لنا فيس كلامي ترجونا حالكم رح نخلي هالمكان مقبرتكم مفاكرين رح نخليكم تطلعوا عايشين تطلعوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقرات نانسي 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 قنقرات نان المترجم للقناة 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 ها؟ المترجم للقناة 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 شبه هاد قوم لشوف قوم افتح له تمو وشه معبه دم شو اللي صار شو عم يحكي ما فهمت انا فهمت شو عم يقول يافوز كسر له فكه ومع مي قدر يحكي جيبوله وراه ولم خليه يكتب شو عم بيقول بل كي بيعرف وين يافوز لازم نلاقيه يافوز بسرعة بسرعة يلا ايه سيدي الزلمة مش شو انت شو عم تقول ايه والله يا سيدي بعدين راح اختفى ولوين راح ديرمان هرب عن طريق البحر الاسود ويمكن قطع الحدود هلأ والملازم يفوز راح وراه سيدي لحقوه خلوه يرجع فورا لاقو اي طريقة واقنعوه احسن ما يوقعنا بمشاكل امرك سيدي ما عم بيردع تليفونه دقيت له كتير وعم يفصل بوشي شو راح يعمل بس يسمع بالخبر ما بعرف هذا كتر شيء مخوفني يعني اذا من هلأ جانن هيك بقى كيف لما يسمع بالخبر ما راح تغمض له عين حتى يلاقي ديرمان واكيد بس يلاقيه راح يخنقه يخنقه وانا راح اخنقه كمان واذا طردوه من الجيش يطردوه يعني كمان الزلمة قتل له مرته شو بيعمل بينطر لحتى القانون ياخد له حقه خليه يقتلوه ياخد حقه بايده انا ما راح امنعه سكوت بلا حكي فاضي يعني بدك يفوت ع السجن ويقضي باقية عمره فيه مهيك اسرع شوي منصور خلينا نلحقه يافوز جنع الاخر يلا وصلنا وصلنا طيب راح دورا حدثاني سيدي طلع خلينا نرجع ما نراجع معكم شو يعني سيدي يعني ما نراجع لحتى لاقي ديرمان وقتلو بيدي انا حلفت حتى يقدر ارجع اطلع بيوش بهار اذا قتلت وما بقى فيك تشوف وشا ابدا سيدي لانك راح تدخل ع السجن ديرمان هرب سيدي صار برا لحدود بدك تطلع تقتل الزلمي بغير دولة شو فيها يعني اي بيت له بس في قانون بيعاقبه بدي ااخد حقي منه بيدي خلاص سيدي خلينا نمشي قلتلك معني راجع سيدي شو عم تعمل بحالك عشو ناوي قللي عشو ناوي ناوي تدمر حياتك سيدي و تقضي حياتك بالسجن راح ذكرك بشغله تتذكر شو قلتلي لما ضربت الزلمي اللي سمم نازلي بغرفة النائب انت اللي نصحتني كنت بدي اخنق بيدي كنت بدي اقتله بس بتذكر مين اللي منعني انت اللي منعتني سيدي راح ذكرك شو قلتلي انه العساكر الاتراك ما بيغلطوا يلا يلا تعال معنا رجع بدك كان يتركه بعد ما اقوص مرته مين راح يعاقبه لازم يموت مون تركه يسرح ويمرح على كيفه هيك شو الفايدة من قتله يا ترى لو كان هون كنا اقوصنا عليه كمان بس صار برا لحدود انت بتعرف انه اول ما بتخطي عندن راح يعتقلوك لازم يعرف كل العالم انه اي شخص بيحاول انه يتطاول على بلدنا او على عالمنا او بده يعتدي على اي حدا من حبه نحنا راح ناخد روحه لا يعرفوا مين نحنا نحنا قلنا سنين طويلة عم ندفن شهدائنا ونبكي عليهم فخخوا البلد وفجروه وماتوا ناسنا وكل قاعد عم يتفرج علينا بكفي عاش اذا كنتوا بتحبوني لا تمنعوا سيدي ناوي تروح بالقارب باخدك لعند مياهنا الاقليمية وبعدها بتاخد القارب وبتكمل لحالة يا ربي تصبرنا بس اذا صار وما سكت فانتي ما بتعرفني اتفقنا؟ انتي خليك ساكت مش عن الله سيدي سيدي اذا اي حدا منكم بيفكر وبيحاول انه يمنعني انا ما رح صحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الو خفر السواحل نحن يأس فيه صار غلط شو عم تعمل؟ ها؟ هاتوا لهون شو اللي عم تعمله؟ هم؟ بدك تخبر عن الملازم؟ انت عارفان حالك شو عم بتقول؟ فكر منيح مجاهد الزلمة رح يدمر حياته نحنا لازم نمنعه ما بدنا نخسره عم تفهم مجاهد؟ رح يدمر حياته اهدوا شوي هذا اللي ناقصنا ديرمان قتله مرته ليافوس سمعت؟ هل وسخ أوصله مرته وقتله ما بدك يلاحقه فهمانين عليك بس الزلمة بره لحدود فهم مجاهد رح يقضي حياته كله بالسجن ايه الزلمة رضيان؟ خلص تركوه بحاله ما تدخلوه ايه؟ هو بده ينتقي بس ألماني رضيان ما بدنا نخسره ماني رضيان بهالغلط انه يستمر انا ما بفهم يأفوز معه حق بكل شي اذا ما لاحقه هلأ ضميره رح يعزبه لآخر عمره رح يقضي عمره هو عم يدور عليه السلمة خسر أمه ومرته شو ظل يخسره لسه؟ اعكف أهموني نحن رفقاته وبدلته العسكرية شو بدك أكتر؟ ها؟ أكيد بتتذكروا وقت أخذوا مننا أسلحتنا وبدلاتنا شو صار فينا وقتا؟ أخواتي مجاهد معه حق كلنا منعرف الملازم يأفوز منيحة إذا خبرت عنه ووقفوه ما رح يسامحنا طول عمره حتى ما بقى يحكي معنا خليه يعمل يلي بيراسه الله يحميه ويرجعه بالسلامة معك حق بكل كلمة إلتا الزلمة رح تدمر حياته طيب ماشي أنا ما بقى عارتكم بعد هلأ عملوا شو ما بتكون ماشي عملوا شو ما بتكون عم تسمعوا؟ روحوا عملوا اللي بدكن يا بقى أهلين سيدي شو الأخبار؟ الأخبار سيئة سيدي شو صار؟ نتوقع أنه ديرمان طلع من مياهنا الإقليمية سيدي وغيره؟ الملازم يافوز طلع وراه يلاحقه أنت شا عمتوا؟ حاولنا نمنعه بس ما سمع منه بعدين أخد قارب وطلع وراه قارب شو؟ شو اسمه؟ ما قدرنا نمنعه سيدي وما شفت اسم القارب؟ هلأ بحط حالو بشي مشكلة خلاص رح خبر خفر السواحل فورا تحت أمرك سيدي ياريتك معنا اليوم اليوم المساء رح نزوج فضل الله ياريتك معنا هلا كنا دبكنا ورقصنا سوا وفرحنا بعرز فضل الله اشتقنا لك كتير سيدي عرصي مال وطعمي بدونك ياريتك معنا اهدى فضل الله لا تبكي على قبر الشهيد بدك تفضحنا؟ الرجال ما بتبكي نحن ما اجينا لنبكي اجينا لنفتخر شدوا حينكم وعا ما قدر ما تقبلت فكرة موتك؟ كلنا بنعرف ان الشهيد ما بيموت لانه الشهيد حي عند ربه معك حق سيدي الشهيد ما بيموت سيدي كيف الشغلة الجديد باستنبول؟ هنحاول اتقلم تعرف سيدي ما كنت معرف انك قائد القوات الخاصة باستنبول بيلبق لك سيدي العميد اردام كاشماز قائد القوات الخاصة باستنبول حضرتك الاجدر لهالمهمة كل المهام واحدة يا رجال رح يخبروكن عن اماكن المهام الجديدة قريبا سيدي معاولي فرقونا عن بعض؟ انت شو رأيك؟ كل شي ممكن قالو تحت امرك سيدي عن جد؟ انت؟ جاي فورا سيدي حاضر سيدي في شي خبر سيئ سيدي؟ عملية انتحارية في ضحايا وجرحة كثير طلبونا عمركز العمليات بالمحافظة فورا وين صار التفشير؟ هلا اهنيك بنعرف امشوا شو مشان عرس فضل الله؟ مو وقت العرس هلا منصور لا اتبع دكتير انطروا قريبا مو خبر مني تحت امرك سيدي اخواتي شو القصة؟ كأنه الوضع خطير؟ فيك تحكي مع ايلام؟ اتصلت بس ما ردت بعتتلي برجع بحاكيك الو؟ 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 رد مين ماي عمس معك؟ رجعوا يدقوا لك؟ هاي تالت اسبوع فتحي لا تكون شي معجبة؟ بلها خفت الدم هاي يلا شباب شوفي صار تفجير تاني يكلفونا بمهمة بدنا ندور ع انتحاري؟ صح هيك امر العميد اردان فيه ثلاث تفجيرات لسه يلا لك خلونا نستهجر يلا اخواتي شو راح نعمل هلاء؟ هلا بيخبرونا عن المهمة راح نروح ندور ع المتفجيرات يا رجال لازم تنتبهوا منيح مفهوم؟ لازم تنتبه ندور عام موسيقى 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 الوراق سكر الباب أخي، لقوا هالزلمة وسلموا بقى خال نحن ما منسلم حدا لأنه إرهاب يطلبوا هاد مو شغلة تفضل خلاص اتركون جاهد، لا تناقشوا الناس خايفة تطلع عالشارع يا ابني أخي ما اسمكوا شو حكوا بالراديو؟ في تفجيرات تاني لسه، العالم خايفة معاك حق عمي، بس اسمع الشرطة والجيش على رأس عملهم اسمع يا ابني، كلامي مو إلكون بالعكس الشرطة والجيش هنن ولادنا بس عنا أهالي وعننا ولاد صغار ومن حقنا نخاف عليهم عمي، نحنا هون لهيك تطمنوا مهمتنا حمايتكم ما رح نسمح لحدا يمس شعر منكم نحنا هون لا تخافوا الله يرضى عليكم الله يشمي كوني أولي الله يشمي كوني أولي آمين لا تخافوا لا تهربى وعفية بعيد عني شو عملتلكم وليش عم تركتي حدا بيخافي من الجيش او الشرطة انت شو دخلك شو فيي اذا ركدت اذا هربتي بدنا نمسكيك امشي لا بترجعك تركني ما عملتشي انا بريئة انا مريضة انا مريضة تسكري صدقني انا بريئة بترجعك طيب هاتي هويتك لاشوف خير شو القصة كانت عم تهرؤ ليش عربتي عم بلاحقوني مين هنه خلاص انتو شو دخلكون بترجعكم خلوني روح مشان الله لا تاخدوني على المغفر تركوني شباك ارتفع السكر الانسولين الانسولين بالشنطة تعالي هون خلي يطرق البنت مسكينة بيني عانيات وكيف عرفت هويتك معي تركونوه تعالي ستبرا في القناة موسيقى اشترك carول حدا يفهمني شي لوين رايحين إيه لا ما عمدق ألو تمام يلا بعطينا رقمهم ونحاكيهم الشرطة شاف السيارة الجيب وعم يلاحقوها هلا قبطي بعطينا رقمهم رح نحاكيهم ونروح لعندهم مين بيكون هالزلمين قديشه مهم حتى قلنا أنه هي أهم مهمة بحياتكم أكيد شي مسؤول طبعا وإلا ليش لا يبعتنا ألو الجماعة فاتوا هلا على بناء عم يتعمر من جدي هذا هو الموقع تمام وصل شكرا جايين فاولا انتبهوا بانتظاركم وزحوا المشركة بانتظار خسر اشتركوا في القناة رح نبدأ بالعملية مفهوم رح نتقدم للهدف مفهوم احنا رح نبدأ بالعملية ساعة نجوه؟ ايه لسه ما طبعاً وفيش حركة؟ لا ابداً نحنا نظمنا كل شيء الاستعدادات كاملة الباقي عليكم رح استلم المدخل والباقي عليكم احنا جهسين اشتركوا في القناة 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 هو خطفه طيب لا تقلو إن شاء الله رح نقدر نجيبه منه رح أتصل بإيلان فورا هي رح تحدد المكان من الهاتف وبعدين منروح للمكان فورا كان هدفهم من الأول يخطفوا بابا ليش؟ لأنه واحد من أكبر رجال الاستخبارات بالبلد وقلون غاية من خطفه دراقان هاد من وين طلع لنا هلأ؟ شو هالعقلية الإجرامية هاي؟ شي مستحيل أعداء هالبلد ما بينتهوا جاعد تصل بإيلام رح جن هيك بدنا نضل ناطرين هون إيلام في شي خبر؟ لسه بس البحث مستمر حددوا هلأ مكان جديد وعم بحصروا المنطقة نحن لازم نتحرك فورا عطوني شي سلاح بعتذر على اللي بدي أقلك يا سيدي بس أنت مو بالمهمة ما بدكن يعني شارك بإنقاذ أبي معقول؟ خلونا نكون كلنا سوا هو ميت أصلا يعني شو في أسوأ من هيك؟ شكرا الأمر والقيادة إليك صرف بالمناسب تحت أمرك سيدي يا رب شت ما بنعرف بالكي بيرجع علي حيدر بها المهمة هاي مستحيلة ما بنعرف كم شخص جوا إن شاء الله يكونوا شي خمسمائة شخص مستعدين نشتبك معهم للصبح وما رح نخلي ولا واحد من هالكلاب خمسمائة إليلة خليهم مليون ومعنا سيدي يا فوس كمان مستعد أشتبك شهر كامل حاج مبالغة كأنك مو على بغضاك أنا منيح منيح سيدي خليك هون رح نفوت من قدام ماشي تحركوا شو صار سيدي بدون أرجع على الخدمة حلو كتير خبر بيجنم رح ترجع مثل الأول إمتى رح نبدأ فورا أنا ما وفقت شو قلت ما وفقت سيدي طبعا لأني ماني موجود أكيد أنت عم تمزح معنا سيدي كيف ما وفقت سيدي هاي فرصة لا تنسى كل شي وتبدأ من جديد خلينا ننتقم من هالزلمي سوا لحظة فضلا فيك تخبرنا شو اللي صار معكم جوه بالضبط سيدي عن جد سامحوني بس ما بقدر أنا عم بتنفس غصما عني بعرف إن كل رح تزعلوا بس ما عندي قوة ما عندي قوة حارب حدا بنه بس يا فوز نحن هون جنبك أكيد رح ندعمك ما عندي مستعد أني أخسر أي حدا منكم شو ما عم تفهموا سامحوني معك ها أنت عانيت كتير سيدي أكيد أنت إنسان مراجل آلي فهمانيناك شكرا ألخون يا فوز شو ما عملت وشو ما كان قرارك أنا وراك دائما شكرا سيدي أكيد رح نلتقي ما حنلتقي دائما سيدي بل كي ما قبل يرجع ينضملنا؟ رح يقبل متأكد أكيد هو ما رح يتخلى عنا صح صاير كاتوم بالفترة الأخيرة بس عادي بس الزلمة متوفي بشكل رسمي من ستة شهور كيف بده يرجع لنا؟ مو سهلة رح يرجع وبكرة رح تشوفه ما رح تلاقوه غير صار معنا بس ما عاند كتير هالمرة حطوا ببالكن الاحتمالات كلها وهذا المسكين مفكر يا فوز جاية على العرس كمان طبعا رح يجي بده يجي وما حدا بيعرف أنه عايش كيف زبطت معك؟ بظن نازلي إذا شافته بتفكره جني العميد قال بيحل الموضوع لنشوف برأيي إنه يجي على العرس فجأة أحسن ما يخبره إن واحد واحد يجي يفوت عالدبكة فورا بيضيع بين العالم برأيي هذا أحسن حال شفل حولوله العبقرية لم جاهد حبيبتي كل شي جاهز هالمرة السلام عليكم عليم وعليكم السلام بدنا الملازم يا فوز عفوان شو قلت؟ الملازم يا فوز هدول رفقاتي مع عليم شو قصتك ما فهمت؟ مرة اسمك يا فوز ومرة عمر أمر غريب والله فوتني بالحيط خير شو القصة؟ كل خير سيدي بس جايين نزورك عندكم مهمة؟ سيدي بيجينا نحكي معك بموضوع لو استشهد واحد منها ما رح يأنبك ضميرك ما رح تقولي يا ريت كنت معه؟ أنا حكاتي اللي عندي خلص أنا معني موجود شو يعني معني موجود؟ شو أصدك سيدي؟ شو الحك اللي عم تحكيه؟ ها؟ طيب شي لك منه انسى كل شي إلنا ما اشتاعد تلبس البدلة؟ ها؟ ما اشتاعد ترجع تخدم وطنك وشعبك يلي ضح يذكر معلون؟ كيف ما بدي اشتالهم؟ كيف ما بدي اشتال تدريباتنا سوا؟ ولهوى المروحية لما يضرب بوشي؟ ولما نتحاصر بشي مكان ونطلب فتحي ليجي ينقذنا؟ للجبال والإتلال والليالي والأغاني منصوري اللي كاني غنية أنا كيف ما بدي اشتاء لفضل الله؟ وكيف ما بدي اشتاء لجنونك؟ فهموني انتوا جنيتوا شي؟ تمام حلو كتير سيدي ليش لعنات؟ ليش ما بدك ترجع؟ ليش؟ لأني تعبت انتهيت بكرة بلاقولكم قائد جديد نعرف بس نحنا بدنا إياك انت وأنا ما بدي عم تفهموا؟ ما رح ارجع؟ انتهينا ماشي؟ أنا متت خلاص طيب شباب ما في فايدة يفوز كلامه الأخير؟ يفوز قال كلامه الأخير؟ طيب ماشي منتمنى انك تفكر منيحا انت مكانك مو هون سيدي الله يرحمك طالما هذا قرارك بس نحن ما منموت مع الميتين بتمنى تجي عارسي ونرقص لاخر مرة خاطرك انا واسق تماما انو دراجان ورا هالعملة هاي مستحيل كيف بدو يجيب قائمة جواسيسنا كيف بدو يجيبها اكيد الكلاب اللي عم بيديرو من برا هن اللي يعطوياها جايين الدور لهالكلاب كلن دراجان وعدمين الشرف ياللي وراه بعدكن ما يهدالي بال قبل ما دفعوا تمن جرائمه لها الكلب والارواحي اللي روحها اكيد بس لننقذ المحتجزين بالاول مجاهد مو هي الهوية طبع البنت ايه صح ضليت معنا كيف رح ترجعها؟ شو رح تعمل؟ اتطمنوا انا عرفت وين مكان شغله شي يوم بمر بعطيه اياها وانت كيف قدرت تعرف مكان شغله مجاهد؟ عرفت من اسمه وكنيته ع الانترنت؟ ع الانترنت؟ هنجد مو معقول ابدا ناديش كون جاهلة ما بتعرفوا الانترنت؟ شو كان اسم البنت؟ ميليسة يالماص في اكتر من خمسمائة ميليسة يالماص بالبلد انت قلي كيف رح تلاقيها البنت وتعطيها هويتها؟ انا بدي خلي هالهوية معي شو بتكون فيني ليش عالصبا ما تحمل تقول اتعرض لضربة كهرباء ليش عم تضحكوا ما في شي كنا عم نحكي عن البنت يلي قهد مجاهد هويتها ايه لا تواخذني اسف سيدي شباب خلوني وضح لكم شغلة انا قائد للفريق اثناء المهمات وبس غير هيك نرفيكم نحن النا قائد واحد الملازم يفوز هو هلأ بيجازه اكيد رح يرجع لنا انتباه سمعوني منيح بعرف انه ما في وقت للحكي بس فيه موضوع لازم نحكي فيه يا فوز صاير معه شي سيدي لا بعرف انه انتو خايفين عليه يا فوز وضعه منيح الحمد الله الحمد الله اللي بدي اقوله الملازم يا فوز ما عاد قائدكم بشكل رسمي هالفريق هاد اتأسس لحماية البلد والشعب اكيد بتذكر قسمكن انه يفوز قائدكن دائما وانتو قمتوا بواجبكن بس الظروف اللي صارت وصلتنا لنقطة مختلفة انتو لساتكم بتأمنوا يعفوز عروحكن اكيد من امنه ولهلأ هو قائدكن هو قائدنا دائما سيدي تمام تفكيركن هاد عن جدشي بديل الفخر هو زحتاج لمساعدتكن رح ترك دولة تساعدوا طبعا سيدي وهو رح يركض ليساعدكن طبعا سيدي بس لا تنسوا ابدا هو هلأ مانو عسكري مانو موظف في الدولة بشكل رسمي بعرف كلكون وقت عرفتوا انه لساته عايش فكرتوا انه كل شي رح يرجع مثل الاول بس طبعا لا يا شباب يافوز ما عاد معنا هذا بيعني انه يافوز هلأ مجرد صديق وأخ الكن فيكن تلتقوا فيه خارج اوقات مهماتكن وتتواصل تعرفوا انه ما لازم تخبروا حدا بخصوص المهمات ولازم تعرفوا انه هذا الشي بيشمل يعفوز المهمة مهمة يا شباب ومهمة الوطن فوق كل الاعتبارات ما في احتمال لا يرجع انتو شفتو في اما لا سكروا بقى عالموضوع انتو هلأ لازم تركزوا على مهماتكن تمام بلوا تواصلوا معو بس لا تنسوا هو ما بقى عسكري عم تفهموا؟ عمرك سييني بيصيبكم نفس الشعور ياللي بيصيبني بالجو؟ شعور شو هاد؟ قصدي شعور الخمول بالتحديد شعور النعس والراحة ناقصتها جنانك مشاهد يعني بتحس بالنعس بالجو؟ ايه؟ وانتو ما بتنعسوا؟ حدا بينعسوا هو بالجو؟ من شو معجون انت؟ شو أحلى من انك تنزل متى العصفور بالجو؟ ونسمات الهواء عم تلعب فيك وتشوف هالغيوم عم تمرق من جنبك جو بيشهيك النوم لك اي نوم بده يجيك وانت هابط بها السرعة بالجو؟ خد غفوة بس لا تنسى تفتح ميزلتك انت ونازل ها؟ ذكر اكتر قسم ما بحبه بالهبوط نحن وعم ننساب بين النسمات وعم نشوف هالغيوم لازم نظلم صح صحين لنفتح ميزلاتنا وبعد ما تفتح ما منلاقي حالنا غير اننا وصلنا على الارض عشر ثواني للهدف عشر ثواني للهدف اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر